بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي طلاب تلت سنوي أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ألا وهو لقاء الأحد بنحل فيه إن شاء الله بإذن الله واجب المحاضبة رقم 26 أود الإشارة لأمر مهم جدا جدا الله يبري فيكم الناس اللي امتبع معنا حل الواجب الواجب اللي معنا مهم وكبير شوية وخاصة النحو هيبع عندك طبعا جزء على ما سبق وبعدين فيه عندنا يا حبيبي حروف الجر الزايدة الواجب حجمه كبير المراضي وعندي حروف الجر الزايدة والشبيهة بالزايدة عندك كان بنوعية الخبرية والاستفهمية فواجب النحو كبير بعد كده إن شاء الله بإذن الله عندنا نص متحرر على أدب المهاجر ثم عندنا قراءة متحررة بعد هذا عندي الفاصل 8 قصة بعد كده عندي التعبير كما ذكرنا به الأنماط والأساليب الجديدة حبيبك يا ربنا مال فيكم نستعين بالله عز وجل ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري واسر لي أمري وحلو لقودة من لساني يفقه قولي بسم الله توكلت على الله أرجو من كل حبيبي إن شاء الله يبقى بقلة الواجب معنا لو أنت متابع وافتح لي إن شاء الله كده على صد 146 المحاضرة قدامك اللي هي رقم 26 بسم الله توكلنا على الله حبيبي أول سؤال بيقول أياته هالفتاته أصوي إلى المعلم اسمعي النتيجة موقت التقدير املأ الفراغ بمضارع مجزوم فيه جواب الطلب تنالي ولا فتنالي ولا تنالي أم تنال طبعا الإجابة الصحية أندي تنالي أنا بكلم مخاطب بكلم بنت لو قلت فتنالي مش هينفع عشان ده مضارع منصوب بعد فاق السببية واللي فاكر الدرس يا رجال حط الفاق ينصب شير الفاق يجزم اللي فاكر الجزم جاب الطلب تب تنال لا تنالي لا تنال لا هو كلمة بكلم بنت اجتهدي تسعدي اتقي الله تفرحي يصغي الى المعلم تنالي مضارع مجزوم فيه جواب الطلب ايه اسطوب التحذير الصح بصف هل الحذرة الحذرة من اهدار الوقت لا ده اغراء انا بقولك الزم الحذرة بغريك وهنتوا عارفين اغراء الزم التحذير احذر فطبعا ده اخواننا عندنا اسطوب اغراء هكذا طيب اهدار الوقت حاجة وحشة مهلكة لا ده هنا ده مبتدى اهدار ده مبتدى الوقت قدام سعدتك ديه مضاف اليه يا احباب مهلكة ده قدام سعدتك خبر ما جابش ليه بسه التحذير اهدار الوقت يطفئ اهدار دي قدام سعدتك مبتدأ والوقت قدام سعدتك دي عندنا مضاف إيه يا أحبابي يطفئ لا ده الخبر قدام سعدتك هكذا جملة فعلية بهذه الصورة ما حققش إيه يا أخواننا عندنا هذا التحذير وليما التحذير بيكون في تعليل زي اهدار الوقت ليه فإنه أو فإن الوقت من ذهب زي ما تدعك المثال التدخين والتدخين ضار بالصحة مبتدأ خبر لكن التدخين فإنه ضار ده اسمه التحذير يا أخواننا إيبا بعرب إهدار مفعول به منصوب على التحذير الوقت مضاف إليه فإنه طبعا دي جملة جديدة يبدأ من سمي أخواننا أسلوب التحذير السليم تفكر أولو البصير طبعا المثال ده مهم جدا جدا لما بيجي بالتعجب هو مثلا جاب كلمة أعمق هو الماء أعمق خلي بالكم من المثال دي رجاء لو قلت ما أعمق تفكير كده أنا يا أخواننا خسرت الدرجة تماما ليه يا أستاذنا لأنه وجاء بكلمة يا أخواننا تفكر طب هنا إيه الأزن تفكر ده خمس حروف يا حبيبي يبقى لما جيب المصدر يبقى تفكر تفكر خلي بالكم يا حبيبي كلمة زي كلمة يا أخواننا وحدة ده أربعة يبقى المصدر فيها توحيد لكن توحدة توحد فلو حد قال لي ما أعمق تفكير بده صفر لأن كلمة تفكرة ده خمسة غير فكرة علم غير تعلم علم تعليم تعلم تعلم هو يبقى كلمة مين تفكرة خماسي يبقى الصح أقول ما أعمق تفكر أوليم في غلطة تانية عايزة أستغاليها ما ينفعش خالص حد يقول لي يا أخواننا هكذا ما أعمق خلي بالكم من غلطة كده ما أعمق تفكر تفكر قلو طبعا الشيط ده أضم هنا قلو كده هديك صفر ليه بتدي صفر يا فنم ده مصدر اللي بعدين مضاف إليه خلي بالكم يا أولاد ده مصدر خماسي تفكر تفاعل تقدم تقدم تحرك تحرك تعظم تعظم فكلمة قلو ولط الصح قلعشان كده هيا صح بقول لي ما أعمق تفكير لا ده انتجاب ده خماسي انتجاب تفكير ربعي لا ما قدرش هديك الدرجة أعمق بتفكير تم دم الضرباء ودي خمس حروف إذن أعمق بتفكير دي غلط أعمق بفكر لا طبعا والصح عندي ما أعمق تفكر فهذا عندنا إخوانا الصواب أصبرا على مسي الهوان وأنتم طبعا دي بينا جدا إخوانا هذا مفعول مطلخ لفايل ما حزوف تغضوا يصبر صبرا إذا كنت شكرا لله اشكر شكرا حمد لله إحمد حمدا فصبرا هذا مفعول مطلخ منصوب وعلامة النص بالفتحة لفايل ما حزوف تغضيه إصبر صبرا السؤال الخامس الاسم المعرف بعلامة إعراف فرعية السؤال دي نعتزر جي سابق لأوانه جاء في درس الممنوع من الصرف لأن هذا السؤال تردد كثيرا على الواتس وعلى الجروب يا أحبابي الاسم الممنوع من الصرف يجر بعلامة فرعية هو الفتحة إن جي نكرة ينجر بالفتحة طيب نبدأ كده مرلت بحديقة أجملة هذا دي نكرة وناكرة ده نعت بس يا أحبابي هذا نعت ماله يا أبطال هذا نعت مجرود بالفتحة نياب عن الكسرة عشان ده ممنوع من الصرف ده اللي ما أعرف بعلامة فرعية هبين يدبر العقلاء هذا فاعل مرفوض بالضم الظاهرة ماشي أخواننا كده طيب أقوات ما تنفعش بالمناسبة بعض إخواننا كلمة قوت فيها تاب ما قدرش أجمعها جمعها مؤنى سالي ماشي أخوانا بتجمعها التكسير عادي جدا انطلق الشجعان الشجعان هذا جمعها تكسير يا أحبابي علامته عادي جدا يسير الأحرار على قوانين فيا أحبابي الله يعزكم الكلمة اللي معنا صرف هذه بس السؤال 5 سابق يا أحبابي بعد ستة قال يفضل العاملون الخروج إلى أعمالهم وطلوع الشمس يفضل العاملون الخروج إلى أعمالهم والشمس طالعا يا أحبابي هنا مقرن ما بين المفعول ما هو جملة الحال يفضل العاملون الخروج إلى أعمال وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس هذا مفعول معه ماشي بدا مفعول معه طيب يفضل العاملون الخروج الى اعمالهم والشمس طالعة دون اتحقال جملة حال بدا مبتلأ وده خبر هاد ديك مثال بسيط جدا لو قلت خرجت والمطر اي مع المطر فهذا مفعول معه لكن لو قلت يا احبابي خرجت والمطر نازل والشمس صاطعة هكذا فديقون اتحقال اي حالة هطول المطر فلا يكون مفعول الاجل يا احبابي هذا مفعول معه وهذا عندنا مبتلأ بتبع الاجابة طبعا عندي اخوانا جيمها الاجابة الصواب بولي هذا مفعول به لا لا ده مش مفعول به هذا مفعول معه زي يزاكر الطالب وطلوع عفو وضوء المصباح خرج الولد وطلوع الشمس فده مسميه مفعول معه طيب هل ده مبتلأ ليس مبتدأ يا احبابي هل ده اسمع طفلا يا احبابي هده هو بمعنى معه وهذا مفعول معه اما ده مبتلأ وخبر يا احبابي الشمس وطلع ده عندنا هو الحال الشمس مبتلأ طلعة خبر الجملة الاسمية في محل نصب حال يا احبابي سبعة توفي الطفل فجن ابو يا اولادي يا احبابي قلنا الافعال الثلاثة توفي توفي استشهده بمعنى نموت احتضر يا ابطال اللي بعدها يفعل اما يرجال جن وحم وفرجة الافعال اياها اللي بعدها يفعل فسيادتك طبعا بتبع الاجابة توفي الطفله لا ده نائب فاعل نعم اجابة سليمة وفاعل يا اخبارنا كلمة جن ابو توفي الطفل نائب فاعل مرفوع علامة الرفع الضم الظاهرة جن ابو نائب فاعل هنا فاعل طبعا ده نائب فاعل هذا فاعل مرفوع علامة الرفع الواو لانه اسمه من الاسماء الخمسة خلي بالنا التلات افعال مشهورة جدا اللي هي اخبار توفي استشهده احتضر بعدها نائب فاعل اما جن وحم وغم الاخ هذا عندي فاعل تمانية نصحاني والدي قائلا اكتهد في دراستك تحصل على ما تريده ما الافعال المبنية الواردة في اليابر يا احباب ايه الفاعل المبني قلنا الماضي مبني الماضي مبني والامر مبني اما المضارع معرب ومبني قلنا متى يبنى المضارع يا احبابي اللي فاكر الدرس كويس جدا قلنا لابناءنا واحبابنا الفاعل المضارع بيبنى على الفتح اذا تصل بهنو التوكيد ثقيلة قلو والله لتأكلنا لتشربنا او كما قلنا المبنى على السكون الطالبات يذهبنا يعني كده معرب وعاوز المبني اي ماضي اي امر اولا نبدأ كده نصحاني ده فاعل ماضي بهذا مبني يا احباب والدي قائلا اكتهد ده امر بهذا مبني يا احباب في دراستك تحصل لا ده معرب يا رجال مضارع مجزول في جواب الطلب يا ابطال تريد فاعل المضارع هذا معرب خلي بالك يا احبابي السؤال المهم اما هو المعرب والمبني الماضي مبني الماضي مبني على الاطلاق الام المبني مبني على طول اما المضارع بيلعب معنا معرب ومبني معرب ومبني فكل اجابة يخبرنا انك صحاني واجه تهد ده الاجابة الصعوب قدام حضرك قال الشاعر فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قاني يا احبابي يسأل السؤال حكم توكيد الفعلين الذين تحتهم خط يا دكترة من غير ما ببص حالك اولادي واحبابي قلنا الفعل الامر جائز على اطلاقه فيهنون ما فيشنون جائز خلي بالك يا ناس يا حبيبي الوحدة الخامسة اخذناه بالتفصيل المريح درس درس اي فعل امر اي فعل امر يا احبابي يا احبابي هذا جائز فيهنون اذهبن هكذا اخرجن اعملن جائز اذهب جائز فالامر جائز جائز بلا جدال عشان كده بتبه الاجابة ده اللي هي الاجابة الصواب اغار الشجاع على عدوهن عندما نصوه من الفعل اللي تحت خط صيغة مبلغة بص يا بص يا ابطال عاملة خلي بالك يا ابطال عاملة تعال بقى كده امغوار الشجاع على عدوهن نعم نعم ده الاجابة السريمة مغوار على وزم الفعل الشجاع فاعل مرفوع غير الشجاع على عدوه هذا فاعل اعلم الهمزة وهمزة استفهام مغوار هذا مبتدى مرفوع علامة الرفع الضم الظاهرة كلمة الشجاع يا ابطال فاعل 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 اللي صيغة المبلغة فاعل سد ما سد الخبر او حل ما حل الخبر طيب نكمل امغوار الشجاع على عدوه امس غير عاملة ليه الطالب الشاطر ما شروط اعمال اسم الفاعل المبلغة المفعول قلنا انجناكرا يبناكرا منوان يدل على الحاضري او المستقبل امس لا يبشكرا مضاف امغوار الشجاع امس ما ويتتها اترتها الشجاع غائر لا غير اسم فاعل مصيد مبلغة فمن فاش الميدان مغار لا يفنم هذا مفعول الصاب امغوار امقدام امغوار الشجاع سبب الاعمال نكرم ونسبق بالستفاب يدل كما قلنا على الحاضري او المستقبل 11 قال الشاعر نكاد حين تناجيكم ضمائر قف يقضي علينا الاسى لو لا تأسين هو من لم يناجي الضمائر يكاد او نكاد حين تناجيكم تناديكم تناديكم ضمائر من التي نادت احبابي الضمائر فاعل مرفو الضم الضاهرة هكذا اخوان حين تناجيكم ضمائر يقضي علينا الاسى سيرضى بالنهايات من يسعى حثيثا في البدايات يعني اللي بيتعب بيلا عند بدء الجملة بمن الشرطية خلي بالكم كويس اوي سيرضى بالنهايات من يسعى حثيثا في البدايات شوف كده الله واحدة واحدة من يسعى حلو حثيثا حلو في البدايات فسيرضى نعم اجابة سريمة تبليل سليمة يا استاذ الله اجتمع فيها كل الاركان يا احبابي من ادتو شرط برافو عليه يسعى فعل مضارع مجزوم وعالم في الجزم حاس في حرف العلة ليا دا كثير فعل الشرط المجزوم يا ابناء يسعى طيب حثيثا في الفاس يرضى اقتروا انجلاب الشرط وجوا اللي بدأ بالسين فاكر انت كلام اسميات طلبية نواب الجميل بدأ بالسين مقالش فايرضى يا ولل الفا سيرضى ماشو مجزمش الفعل اجابة ممتازة خش على به من يسعى حلو اوي كمله كمله من حلو يسعى ممتاز حثيثا بس سيرضى لا 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 لو قعت وقعت يا لو قعت ليه عم الحج يا فنم يقترم بالفا وجوبا يا ابا انا مززم ان الطالب مستعجل هنا يا معلم فا سيرضى يا اما صح صحي بس الفرح هتتت فا هتتت فا وان ما بيشوفش هتت كامل هتت اللي بعديها من يسعى يخسار يخسار علي من يسعى ايه اللي جار يا باشا ما جزمش الفعل يا عم رضى جات من حتة ياء هتجي من ياء واللي جابه الياء يدكتر صح صح ما جزمش اد اكس على طول يا معلم من يسعى عسى يا هود عينك عينك بص يا لبص فسيرضى الله يا مستر ما اقترم بالفا يد يا زاكي بس جزم ده فا الجزاء ما بتجزمش يلا بعد تحفظك فا الجزاء ما بتجزمش فسيرضى فسيعلو فيرقى خلي بالكم حل الواجب مراجعة منك دي الجملة الصحيحة 13 فقلت يمين الله فقلت يمين الله لو لا محبة اذابت قلبي ما اقمت لكم وزنا وحبكم يعني قال لي يا بشي هات المحزوف خبر حاسف الخبر يا نجم قلني يا راد متى يحسف الخبر وجوبا لو كان المبتدأ نصا صريحا في القسم يمين الله قسمي لعمري قسمي واللي بعد لا ولا ودي موجود يمين الله قسمي لو لا يا دكتور موجود حاسف الخبر يا دكترة متى يحذف الخبر وجوبا واحد لو المبتدأ جاء بعد لو لا الكون نعم المعن نعم اقول لو لا العلم لها لك الناس اي لو لا العلم موجود اتنين لو كان المبتدأ نصا صريحا في القسم والله مش والله لا عمرك او يمين الله عهد الله قسمي فطبع ما تبقى اللي جاء عندي يا اخوان حزف الخبرين هنا محظف تغضير مين قسمي يمين الله قسمي اللي فاك لو لا ده هي جدعان محبة ده مبتدأ الخبر محظف تغضير موجودة ها يمين الله قسمي يالي مذاكر لو لا محبة موجودة هكذا يقول مقالة السوء مفتاح الشر في كل وقت وان المشتق وده عندي اخوان مصدر ميمي مقالة السوء اي قول السوء مقالة السوء اي قول السوء مفتاح هكذا عندنا يقبلنا للشر يجب على الشاب الاستماع لتجارب الكبر والاستفادة ستة ده خماسي الماضي استمع مش اي است است كابل وتقول ستة هتزع الياست الاف سين تقلق استمع خمسة استبقى خمسة يبقى خماسي انما كلمة زا كلمة استفادة هات الماضي همعلم او استفاد ده ستة يبقى ده ستة يمعلم ده ستة يبقى لكن هزا خمسة يبقى اتأكد الماضي خمسة يعني استبقى استبق استبق خمسة استهم استمع دول خمسة يابا خمسة اما استفادة ستة استفادة صح صح لهذا الكلام ده كان يا اخوان عندنا البلاي بتاعتنا على النحو السابق الان عند درسين حرف الجر الزيلة مهمة جدا جدا والشبه بالزيت فيها لعبة كبيرة اوي ازت الطلب السال الفالت وبعدها كم ان شاء الله ماشي ابطال نستعد الان للحلقة التالية في النحو بتاع الواج حبيبي الشباب احنا وصلنا الوقت يا حبيبي الى اول جزء في الحصة الماضية الو هي حرف الجر الزائلة الجملة التي تشتمل على طبعا بنبه اولادي احنا خدنا في حرف جر اصلية من الى في اللي بعدها بيترب اعرابي المفعول به لو منصوب خلا طالبا او اسم مجرور خلا طالب قلت الاولاد ان حتى بالجر لو بتفيد الغاية وبعدها اسم ذكرت حتى التعبي القسم والله بالله تالله الواو الباء التى حرف قسم وجر نخلي بانا مكان دي رجالة احنا التفادي من ضمن حروف الجر اللي عندنا اما حرف الجر يبقى ناكر اقدر اشيل واستغنى عنه الحرف الجر الزاية الجملة لا تختل زي الفول متى تزاد مني احبابي بعد النفي والاستفام والنحي ومعلم سيادتك الاغنية واحد اثنين ثلاثة مبتدأ ما من طالب مبتدأ لقيت ما ورها فعل اشتب ما اشتب من يعني ما حضر من طالب اشتب ما اشتب من حضر الطالب بس سؤول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة او فاعل مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلان نفس القصة فهل طب الباق بتزاد في اماكن كثيرة الباق تزاد في فاعل كفا في فاعل التعجب خبر ليس خبر ما اللي بتعمل عمل ليس تزاد في كلمة بحسبك تبحسب دي مبتنم تزاد في اسم فاعل الامر عليك بالصلاة الزم الصلاة اللي فاكل الدرس يا اخوانا تزاد في التوكيد المعنوي حضر الرئيس بنفسه الكاف تزاد في كلمة مثل ليس كمثل هشاي ربا حرف جر يشبه الزائد غالبا بعد المتدى لكن لحالة تانية ايلنها للشباب وربا المحزوف وليل ايوة ربا ليل نبدأ الجملة اللي فيها حرف جر زائد ذهبت الى المدرسة الى مش حرف جر زائد اعطيت الجائزة لمحمد اللي مش حرف جر زائد ذهب الله بنورهم الباء بتزاد فيه خبر ليس وما الاجابة اجمل بالحق الباء حرف جر زياد الحق لعربين فاعل مرفو بالضم المقدرة او فاعل مجرور لفظا هكذا يقوم المرفو محلا قال الشعر ولست براجعين ده خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة ده ليس والت اسم ليس يخبنا ده خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا خبر مرضت بمصر الباء ما كان مش هنا يا أبطال أخذت الهدية من لا يشاب مشنا صح ما من مصري ده الإجابة السليمة أدي ما من بهذه الصورة أعرف أدي ما نافية من حرف جاري زيادة ده مبتدى مرفوض بالضمة المقدرة أو مبتدى ما جلوافظة مرفوض محلا خير خبر طيب الجملة اللي فيها حرف جاري زيادة كفى بالله وكيلا طبعا ده حرف جاري زيادة يا أخوان هكذا شاهدت النجمة بالمنظر لا يفن دي مش مكان زيادة الباق الباق فيه خبر ليس خبر مالي بتاعم العمل ليس عقبته المجرم بالعصى لا انت لو شلت الباق المعنى يختل حرف جاري الأصلي ان شلت منه الباق المعنى ينقص ما ينفعش شاهدته النجمة المنظرة المعنى مش مظبوط لكن كفى الله وكيلا صح ذهبته إلى العمل إلى مش حرف جاري زيادة حبيبي إلى حرف جار أصلي طيب بيقول لي اخوانا هكذا فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أو ادي ما اللي بتاعمل عمل مين ليس يخوانا نيلوا اسم ما فما نيل الخلود بمستطاع خبر ما يولاد دي خبر ما اللي بتاعمل عمل ليس منصوب بالفتحة المقدر أو خبر ما مجرور لفظا منصوب محلن يخوانا شو بس يتاكده خبر ما العمل العمل ليس مجرور لفظا منصوب محلن يخوانا بهذه الصورة بهذه الطريقة بعده الجملة اللي بتاعمل على حرف جار زائد بيقول لي أخذت نصيحة من والدي غلط يا اخوانا دي مش مكان زيادة منه ما خرجت من عمل لا ما تكلم من أحد اوه فكرة ما تكلم من أحد ادي ما من نكر هي اخوانا احد لما نلاقي بعد ما فاعل بوشاطب من باشطب ما واشطب من تبادي فاعل مرفوع بالضمة المقدرة او فاعل مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلن فدي إجابة الصحب ما تكلم من أحد طب ما مللت من صديق لا لازم مجرور من يبقى نكر صديق دي معرفة يا اخوانا فدي ما ننفعش فبتبع الإجابة الصحب ما تكلم ما تكلم من أحد ده كم معنى اخوانا حرف الجار الزائد في رقم ستة وليل كموج البحر حذرت أولادي اسمها وورب المحزوف يا أبطال اي ورب ليل خلي بالك يا حبيبي اللي جسة اللي فاتت وذي ضغن حقيق يعني وذي ضغن اي حقيق دا يا أبطال وليل وليل اي ورب ليل ورب ليل اعرف هذا عندنا مبتلى مجرور لفظا مرفوع محلا او مبتلى عندنا مرفوع بالضمة المقدرة طيب الإجابة بولي مبتلى مرفوع وعلمة الرفع الضمة الظاهرة آسف دا كل مقدر عشان دا علاماتي يا أخواننا ابتعد حرف الجر الزي كل مقدر اسم مجرور لا الصابي يا أخواننا مبتلى مجرور لفظا بالكسر مرفوع محل الإجابة سريمة اسمها يا رجال ورب المحزوف اي ورب ليل ورب ليل تمانية الجملة التي تشتمل على حرف جر الزي ما من إله إلا الله إله مع الله طبعا دا يا رجال ليس بها حرف جر بل مع ظرف أذهب مباكرا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نعم من بس دي مش مواضع زيادة من سلام هي حتى مطلع لا يباشر دا حتى اللي حرف جر الإجابة السريمة ما من واحد اثنين ثلاث أو تنس أولاد واحد اثنين ثلاث مبتلى ما من إله آرب إلا مبتلى مجرور لفظا مرفوع محلا أحسن أو عندنا مبتلى مرفوع علامة الرافع الضمة المقدرة منع من ظهور يا حركة حرف الجر الزياد مين خلي بالكم إن حرف الجر الزياد أقدر أشيل والمعنى لا يختل ما إله إلا الله حبيبي خلي بالكم دي الإجابة السليمة اللي اجتملت على حرف الجر الزياد مين مين يا أحبابي بهذه الصورة تسعة كفى بكادان احذروا هذا المثال جيدا يا أبطال حذرت منه في الحصة مرة واثنين وثلاثة ولو حد يسمعنا على اليوتيوب من أبناء يسمعنا كلنا حفظين اللي بعد كفى فاعل لكن أنا محذرك اقرأ هذا المثال لو قلت لك على سبيل المثال أدي كفى هكذا يا أخوان بالمؤمن إثمن أن يخون حذرتك يا أستاذ يا ربي يكرمك ابن وبنت لو جبت مصدر مؤول ما بنحذرش يا أولاد لو جبت مصدر مؤول يا أخوان ده بيكون مفعول به مقدم محول بمقدم أصل الكلمة كفى الخيانة المؤمنة كفى الخيانة توتو المؤمنة إثمن ما بنحذرش في الكلام ده يا دكتور لو قال لي كفى بالمؤمن إثمن كفى بالله وكيلا كفى بالله شين وسكت ما جبش مصدر مؤول قل فاعل لكن يا أولاد لو جب مصدر مؤول لا يا بش ما كفى ده فعل ده مفعول به مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة بالفتحة المقدرة يا رجال يا أولاد بالفتحة المقدرة او مفعول به مجرون لفظا بالكسر منصوب محلا اثمن تميز تميز ده مصدر مؤول في محل رفع فاعل خلي بالكم اهي فضل لو دي جات لك كفى بك داء ان ترى اي اكفى الرؤية الانسان يا ولادي خلي بالكم الكفى دي ضمير مبني ضمير مبني في محل نص بنص بنص بس مفعول به يا ابطال وهذا مصدر مؤول في محل رفع فاعل يا ابطال افتكروا لما عدنا ننبه لو جات الجملة لازمة كفى بالله وكيلا شكرا تميز كفى بالله سامعا كفى بالموت واعظة كفى بيئة القرآن ناطقا ما استحقوا يا احبابي الله يأزكم بيكون طبعا توفيد للوقت اخوانا اللي جاب عندنا رقم بقى توفيد للوقت يا احبابي عشان بقولي طبعا ضمير مبني في محل جرء لا يا بش يا بش هذا ضمير مبني في محل نص مفعول به وده فاعل يا ابطال عشرة الجملة التي تشتمل على حرف جاري زيت ما جاء من احد نعم ايه عشان ماوي النكر ما من ما من سلمت على على مش حرف جاري زيت اخذت الجائزة من محمد مش من مواضع زادت من العلم كالنور الكاب بتزاد في كلمة ايه مثل ما جاء من احد اشتب لي ما يا دكتور اشتب لي كلمة مني اجاء احد اعرف احد يا دكتور اه بتبقى فاعل مجرور لفظا بالكسرة مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلق او فاعل مرفوع بالضمة المقدرة السؤال 11 ما من مصري متكاسل ايه نعمل يا دكتور حرف جاري زيت رد طالب قلو نعرف ازاي يا استاذ شلها ان شلت حرف الجاري الزيت المعنى لا يختل او ما مصري متكاسل جملة زي العصر ما مصري ما نافية مصري مبتر خلي بالك يا ابطال هذا الكلام لكن لو شلتها والمعنى اختل ما انفعش ندي مثال اقول وهكذا اخذت الجائزة من محمد شل من ما انفعش اخذت الجائزة محمد اذا بص تزاد بعد النفي تزاد بعد النفي تأتي بعد النفي ودي استفهام يخلي بالكم الاغنية ما من طالب ما من معلم ما من تلمس الله يعزكم دخل على المبتر المبتر مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلق فطبعا حرف الجري يخبرنا هذا عندنا زائد ده زائد يا رجال شيروا المعنى زي الفل ما مصري متكاسل اعرف هذا مبتدأ مبتدأ مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا او كما قلنا عندنا مبتدأ مرفوع علامة الرافع الضم المقدرة بعده هل من حكيم قانون واحد اثنين ثلاثة اللي فاك ما من اله هل من اله ما من حكيم هل من حكيم مبتدأ 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 مرفوع علامة الرافع الضم المقدرة او مبتدأ مجرور لفظا بالكسرة مرفوع محلا عاوس تأكد شلمين هل حكيم جم نزيل فل هل حكيم يبقى لا الاعراب يخبرنا بقول لي اسم مجرور وعلامة الجار للكسرة الظاهرة غلط بيقول لي خبر ده مش خبر يا دكتور ازاي فاعل مش فاعل بل هذا مبتدأ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا نخلي بني حبيبي 13 ليس يا احبابي ليس والكاف ليس والكاف يا اولاد ليس كمثلي احفظوه يا احباب الكلمة اللي مسك فيها الكاف تبقى خبر ليس خبر ليس كمثلي خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة هو احزر اي طالب الخبر مش شبه جملة الخبر ليس شبه جملة يا حبيبي الخبر مفرد يبقى دي شبه ايدي كده خبر ليس تاني خبر ليس خبر ليس ذكر رجالة منصوب بالفتحة المقدرة بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرور لفظا بالكسرة منصوب بحل محلت خلي بالك يا ابطال يبقى ازا الكاف دي لا ده دي حرف جر زائد فهل من فتن واحد اثنين ثلاثة مبتدأ واحد اثنين ثلاثة مبتدأ هل من طالب ما من طالب هيدا بولي فهل من فتن شي المين أصدوها الفتن ده مبتدأ مبتدأ مرفوع علامة الرافع الضم المقدرة الضم المقدرة يا حبيبي هذا مبتدأ او قلت مبتدأ مجرور لفظا بالكسر ماش فليس كلان المساد ده جميل جدا فليس كلانة شو بها ده بالتفصيل ادي ليس والباق ليس والباق يا ابطال ليس والباق يا ولادي يا طالب التالت سنوي يبا ده خبر ليس خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة الفتحة المقدرة الفتحة المقدرة مش عاجبك الخبر ليس مجرور لفظا بالكسرة مجرور لفظا بالكسرة منصوب محلا نعرف ليس كلانا كلانا دي اسم ليس مرفوع بالالف عشان ملحق بالمسنة ليس كلان اسم ليس اسم ليس مرفوع بالالف بالالف ملحق مسنة عن اخي بمستغن ليس كلانا بمستغن ليس الحق بظاهر ادي البق زيدة 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 دي خبر ياولادي ياولادي خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة المقدرة خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرور لفظا بالكسر منصوب محلا خلي بالكم النفسي يا حبيبي طب فيه الاجابة الاختراسة الاجابة رقم جيم بس اشي يوفر لك وقت يا باشا بيقول لي اسم مجرور بالكسر صفر بقول لي مبتلأ هكذا مرفوع بتضم المقدرة لا يا باشا نكامل نعم مبتلأ بس الغلطة فين خبر ليس مرفوع بتضم ازاي بزمتك خبر ليس بكون مرفوع لا يا دكتور يا ابطال بالله يا عليك خلي بالكم واحد اتنين ثلاثة واحد هل اتنين من وانا كده وانا كده الاغنية يبقى ده مبتلأ مرفوع بتضم المقدرة هنا فليس كلانا اسم ليس الباء زايدة زايدة ليس كده بمستغل خبر مفرد مفرد مش شبه جملة مش شبه جملة خبر منصوب الفتحة المقدرة عليك بالصلاة احبابي واولادي عارفين ان من مواضع زيادة الباء اسم الفعل عليك به يعني نزم تبقى الصلاة مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة او مفعول به من مجرور لفظا بالكسر منصوب محلا هكذا فطبعا ارباء هنا حرف جر زايد يا احبابي هل من خالق واحد اتنين ثلاثة مبتدأ 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 حرف جر زايد هل من خالق الى الله اشل هل خالق الى الله لا ده زايد يا احبابي كده من حرف جر زيادة اعرف يا دكاتري بدا مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة او مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا كفى بالموت واعز ايو دا لازم هو ما عندش مصدر مؤولي اولادي بقى الباء زائدة الباء زائد اعرب الموت الموت فاعل 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 مرفوع بالضمة المقدرة او فاعل مجرور لفظا بالكسر منصوب محلا عشان دا لازم لازم دا تميز 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 مجابش مصدر مؤولي احباب تابو انجاب مصدر مؤول قل مفعول بي ادي مثال كفى بالمرء اثمن ان يخون ان يخون مصدر مؤولي بلى اسطي الكلمة كفت الخيانة الماراة عندنا الباء هنا حرفrut زائد يا ابطال قال الشعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباقه مشبش خبر ليس خبر ليص منصوب بالفتحى المقدرة اي ليس هو بباقه ليس هو بباقه خبر ليص منصوب بالفتحى المقدرة احباب ابو اولادي بقول لي اسم ليس بلونت غلطان خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة بلونت غلطان دفتحة مقدرة اسم مجرور الأغلاط الصابي أحبابي خبر ليس مجرور لفظا منصوب محل حضر الرئيس بنفسي حضرت أولادي وبنات وعمل كلمة بنفسي بنفسي الباء زائدة زائدة في التوكيد المعنوي كلمة حضر الرئيس نفسوس نفسه نشطرة هذا توكيد معنوي توكيد معنوي مرفوع بالضمة المقدرة بالضمة المقدرة أو توكيد معنوي مجرور لفظا بالكسر مرفوع محل اهمي جدا جدا بقولي توكيد معنوي مجرور محل لا لا شاعل بها لك ده صح مجرور لفظا مرفوع محل توكيد معنوي مجرور لفظا نعم مرفوع محل صح صح عشان ده مرفوع بدا مرفوع يا رجال قال الشاعر ربا لي لقانون اللي بعده ربا ده مبتدى 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 مرفوع بتضمة المقدرة بتضمة المقدرة فعندنا اخواننا هذا مبتدى ماله مبتلق دفاع لا ده مبتلق مجرور لفظا مرفو محلل بهذه الصورة ينفع تولي مبتلق مرفو الابتضمن مقدر او مبتلق مجرور لفظا هكذا يا اخواني عندنا مرفو محلل احكم بين الناس بالحق دي مزاي ده ما هياش زايدة ليست من مواضع زي التلباء انصح ولادي وراء بيضة في البيت الى عنامي انت حفظه صم كده صم ما بحضرش مواضع زي التلباء بعد كذا بعد كذا صم زي الكتاب ايوه ما الامر ده عادي جدا عشبا مخبالي هنا ما تنفعش قل لي ما تنفعش ده شيري الباء شوفي المثال او الجملة ما مظبوطة ولا منحارفة يلا شيري احكم بين الناس الحق ايه حق ده لو شلتها واغتلت بدم الزاي الزاي ده الهقي مثلا او الكفى بالله هو وكيلا كفى الله هو وكيلا زي الفقول له اخوان يبدا دي ازاي ده دي مش زائدة ليست زائدة بل حرف يجرر اصلي 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 هكذا يا رجال ليست الحقيقة بقال ليس وباء خبر ليس منصف بالفتحة المقدرة ليس من اخوة كانة طرفة وتنصب خبر ليس منصف بالفتحة المقدرة يبدا هذا حرف يجر زائد قال الشاعر يقتر عيسى على نفسه وليس بباق حرف فجر طبعا هذا اصلي اصلي سانية ثانية شيلب يقتر عيسى نفسه لا دي аصلي لاصلي اصلي لكن دي زائد يخوان يبا الاجابة عندي هكذا اصلي وزائد بهادي الصورة الاجابة الول treasury اصل لا اصل束 اللح жизни مش من حروف القرس زى ده و ليس بباق مش بباق بها و ليس مل طلب خبر ليس مل ال مصري بكاسول زى pencil خبر ما خبر ما اللي بتعمل عمل ليس يا أبطال مل تعمل عمل لايس يا رجال ما يومني يا أبطال و تميل بونك يا أبطال سنعى أخبر ما منصوب ب الفتحة المقدرة ب الفتحة المقدرة يبقى طبعا و أنا بجد مبتدق رحف في الامن المثال دا عزونا اخبارna مل مصري بكاسول يبقى طبعا هنا يخبرنا ألباء هنا زائدة يا أبطال ما من مصري يخول على 1 2 3 مبتدى مبتدى ما تفصلش دي زائدة مبتدى شئ لا يعني ما مصري خاين مبتدى مرفوع بتضم المقدرة مش الظاهرة يا جدعان المقدرة يا أبطال بهذه الصورة بيقول لي اسم مجرول لا فاعل لا لازم ضم مقدرة مقدرة منع منظورة حرجة حرف الجار الزائد هل منسال شكرا 1 2 3 مبتدى اوعى تنسال 1 2 3 مبتدى واحد وفعل اشتب ما واشتب هل تلاقي فاعل هل حضرة من أحد فاعل هل رأيت من أحد مفعل بها هل بورك من أحد نائب فاعل هنا 1 2 3 واحد هل 2 من 3 النكرة مبتدى شئ لا يدمن هل سائل مبتدى يبدا مبتدى مرفوع بتضم المقدرة يا جدعان مش الظاهرة وما من شدة شكرا 1 2 3 مبتدى مبتدى على طول يا أخوان هكذا مبتدى مجرول لفظا مرفوع محلا يا أحباب 28 ما من شك 1 2 3 مبتدى أصلا ما شك مبتدى يا أخوان عندنا هكذا مبتدى مجرول لفظا مرفوع محلا كاتب مبتدى مرفوع بتضم المقدرة أو صح السورة الثانية اس مجرول لأ خبر دي لأ خبر منصوب دي لأ الصح مبتدى مرفوع بتضم المقدرة أو مبتدى مجرول لفظا مرفوع محلا أعظم الله أعظم بي أعظم بي أعظم بي أستوب تعجب تعجب رفيقا أجاي لازم كفى فعلي ماط فعلي ماط الباق زائد الكتاب فاعل مرفوع بالضم المقدرة فاعل مرفوع بالضم المقدرة تمييز عشان ده لازم ما جابش مصدر مؤول لو جاب مصدر مؤول هاتطروا المفعول به كفى بالكتاب رفيقا إبا هذا عندنا فاعل مالي أخوان مرفوع بالضم المقدرة أحسنت فاعل مجرول محلا لأ ي عليك اجمع بي اعزم فاعل مرفوع بالضم المقدциح كفى بالضم الوحيد اجمل بالحق الباق زائد يا إخوان في التعجب فاعل مرفوع بالضم المقدره هكذا فاعل مجرول لفظ لكن صحين مجرول لفظ مرفوع محلا أو فاعل مرفوع بالضم المقد Shakes اجمل به تمتضر و ليس بنافع spa البخلي سهل بخليum الفعل هو نارب بقول له ليس فعل لمض ناسخ ليس فعل لمض ناسخ ليس هو 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 اسم ليس مستدر بنافع الباء زائدة الباء زائدة نافع خبر ليس خبر ليس خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرون لفظة منصوب محلا ده اسم الفاعل العامل نافع اسم فاعل عامل خلي بالكوا اعرابين في بعض ليس هو بنافع خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة وفي نفس الوقت يا اخواننا اسم فاعل عامل سبب الاعمال سبق بما اصله مبتدأ يعني قلنا يا اخواننا خبر كانوا خبر انه بيعمل زا دي مفعول به منصوب بالالف اسمها خمسة يعني ينفع هو زا تاني ليس بنافع يبقى زا دي بدا خبر ليس خلاص كلمة زا مفعول به لعمل اسم الفاعل وبنافع يا اخواننا اي لا ينفع هو زا مفعول به بهذه السؤالة هاتب الاجابة عندنا بخبر انه خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا وكلمة زا مفعول به منصوب بالالف عشان ده اسم من الاسماء الخمسة خلي بالكم من هذا المثال وليس بنافع خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة خلص نافع ذا ينفع هو ذا اسم فعل عام الناكرة منوى سبب الاعمال سبق بما كان قصد عندنا مبتدأ اسم كان واسم إن فطبعا اقبلنا عندنا الاجابة السليمة بهذه السورة ليست الفضيلة بي ليس وباء ليس وباء تبقى خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة على طول الرجال او خبر ليس مجرور لفظا بالكسرة منصوب محلة ليست الفضيلة هكذا بخافية بيقول اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة يا رجل مين ده خبر خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة اوعى تنطق ظاهرها ولد خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة هي ديوة الدرجة بتاعتك بعدو الا ايها الليل طويل والانجلي بالصبح اوعى وما الاصباح منك بامثله ما والباء غني وقول ما والباء غني وقول ما والباء تعريب يا كده اعريب يا اما خبر ليس خبر ما خبر ما خبر ما خبر ما اللي بتعمل عمل ليس خبر ما اللي بتعمل عمل ليس منصوب بالفتحة والقال اللي هقولك خبر ما جرور لفظا منصوب محلة كده يا لأ اللي اجيب اقوله يا باشر ويقول لي ما جروه لفظا مرفوع يا رجل ده خبر اللي بتاعمل عامة ليس بيكون منصوب منصوب ازاي يكون مرفوع ما جروه لفظا ومحلن لتين ما جروه لفظا محلن لأ ما جروه لفظا منصوب محلن نعم دي الايابة الصح وينفع خبر ما منصوب بالفتحة ليس كمثله شيء قانون كلمة مثل بقى خبر ليس الكاف تزد في كلمة مثل خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة يا رجال هكذا طيب اسم مجروه بالكاف بتهزر يولا اسم ليس بتهزر يولا خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة اياك تنت يولا مقدرة يا عسل لازم مقدرة ودلك هتفرق ايو هتفرق فيها صفر واللي مش عاجبه براحته باشا حرف الجاري الزايدة يا رب مقدر يا ولد يبا ليس الكاف زايدة مثل خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة ربا اللي بعد ربا يولا مبتدأ بهذه الصورة ده الغالب ربا اخين ربا صديقين قل مبتدأ مجروه لفظا مرفوع محلا جامد يلا او مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة ده صح وده صح بقول لي مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة الله عليك اهيب والديك طيب اسم مجروه لا مش اسم مجروه طيب مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة لا اقعى كلم الظاهرة هنا مضاف الي هتزعلني منك كفى بالله سميعا مفيش مصدر مؤول يبدي فاعل وانت مغمض حفظنا الدرس كفى فاعل الله فاعل يلا سميعا تميز يا عسل يبدي فاعل مجروه لفظا مرفوع محلا وسميعا تميز وربا اخر اللي بعد ربا هنا مبتدأ يا باشر الغالب بقولك مرفوع بالضم المقدرة مش عاجبا قول مبتدأ ماجروه لفظا بالكسرة مرفوع محلا اجابة سليمة يا لاب بقول لي مضاف اليه ايه العبايد يا لاب بقول لي مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم المقدرة حبيبي هاتف حاطني اسم مجروه بالكسرة المقدرة سانية بقول اسم مجروه لا لا ده مبتدأ ده ربا هده مبتدأ بتخشي على المبتدأ يا رجال خبر لا يا معلم قال تعالى وما ارسلنا من رسول اوقف يا لا اوقف يا لا ما عندكش واحد اتنين تلاتة اللي فهمني لسه بقول واحد لقيت في وش فعل يا معلم تاكر انت ما حضر من احد اه اشتب ما اشتب من يبدا حضر احد فعل وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله تأكيد قرآن ياد ليست بتقول واحد لقيت الفعل في غير القرآن يا لا اشتب ما اشتب من يبا ارسلنا ربنا يعني هكذا رسولا يبا هذا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة اسحى حرف الجاري ازاي ده من تزب بعد النفي يا لا لقيت ما من طالب ما من معلم مبتدأ يا لا لقيت فعل ما حضر اشتب ما اشتب من هتلاقي فعل مفعولنا يفعل وما ارسلنا من رسول اشتب يا كده ما ومن في غير القرآن ارسلنا رسولا بقت مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة او مفعول به ماجر لفظا بالكسر منصوب محلنا ايا باشا مفعول به وعلمت النص بالفتحة المقدرة وقد اتخبط في ادناجه قال لي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ريحت يا معلم ركنت يا اما ركنت يا حجة هو المثال ده تعالى بقى نعاوزك كده نزبط مع بعض في الحصة قلتلك مش كل اللي بعده ربا مبتدأ وده ما قولت غالبا غالبا ساعة تجدنا الفعل لازم المتعدي تفرق بين كلمة ايه لها ربا كتاب قرأت ربا كتاب قرأت ربا كتاب قرأته مش راح فاكن لما قلتلك كده قد ربا هكذا بصلك كتاب كتاب قرأت الفاكن الدرس غالكلمة ربا كتاب قرأته اذا وفاكن ساعة تقولتلك ايه قلتلك ايه وعمل لعبة دين كان مش هتنفع مبتدأ ليه يا استاذ رضا عشان ده متعدي اصلا كلمة قرأت كتابا لم يستوفي مفعوله الجملة القصة فربا كتاب قرأت اصلا قرأت كتابا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة لكن ربا كتاب قرأته الجملة كاملة لابدت مبتدأ وخبر لما تلاقي الضمير يا معلم بقى مبتدأ مرفوع بالضمى المقدرة ودي خبر صح صح يا الطال دايما اقول لك اللي بعده ربا مبتدأ غالبا ساعة بيجي مفعول به لحضر الحصة هنا ربا كتاب قرأت كده لم يستوفي مفعول يبقى ده مفعول به لكن ربا كتاب قرأته كملت الجملة بقى ده مبتدأ ودا خبر بص ربا طعام اكلت بعض مفعول به اي اكلته طعاما لكن ربا طعام اكلته شربته سمعته جملة كم مبتدأ وخبر فخلي بالك من دي ربا طعام شهين اكلت مفعول به ل Definition ربا طعام شهين اكلته يبدي عند المبتدأ جملة كاملة الهاء دي مفعول به طعام شهين اكلته وخلص لكن طعام اكلت قصد الكلمة اكلته طعامك تخلي بالنا من هذا المثال يبا النقصة دي ده مفعول بيا لا هكذا كاملتي بدل مبتدى نخلي بالنا من الجملة ده ده ما قلناه في الحس يا شباب وفي الملزمة عن تساعدتها فبتبقى الجابة دي الصح يا رجال هكذا بيقول لي مبتدى اقول له لا عشان انت مكملتش الجملة يمعلم لك الصحي مفعول به مجرول افضل منصوب محالا صح يا لا وده مبتدى نخلي بالنا من المثال ده كويس جدا لو قلت عفوا ربك كتاب قرأ مفعول به اي قرأته كتابا رب طعام اكلت مفعول باكلته طعاما لكن رب طعام اكلته ربما شربته جملة كاملة يبقى مبتدى وخبر يمعلم هو 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 اوعى اوعى رجلك هتزعل اصحى سيب اللي في ايدك كفى بالمرء اثنان ان يحدث من يقول لي من صاحي سيب اللي في ايدك ولا مصدر مؤول اصحى يا اما مصدر مؤول مش هيسمى عليك انطلع منبقى عايل وقل فعل هلو روح روح هنا تبقى انت وحش استقسد استقسدي استرجالي قلو باشا في مصدر مؤول يعني مين اصل الكلمة كفى هكاد الحديث المرأة اسما في مصدر مؤول يبقى ده مفعول بي يلا مبهزرش يبقى تبقى وحش قلو كفى فعل مواد البقى زيدة مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة ببرا لك يلا ها او الجامد با مفعول به مجرور لفظا بالكسرة منصوب محلا لقوله المصدر المؤول في محل رفع فاعل خلي بالك من الكلام ده ان جاء لازما تبقى فاعل فاعل كفى بالله سميعا شوكرا كده فاعل يلا كفى بالقرآن ماطقا خلص ده فاعل كفى بالموت هو عزم خلص ده اما يرمي المصدر مؤول يبقى مفعول به صح صح يبطل هذا الكلام الاجابة طبعا ده كده اسم مجرور لفظا مجرور بالكسرة المقدرة هكذا اخوان لحظة كفى بالمرء لا عندنا هذا مفعول به رجال لا هذا مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة خلي بالكم من حتة المصدر المؤول تفرم معي كفى بالله سميعا يبقى فاعل وفاعل فاعل كفى لكن كلمك كفى بالمرء اثما ان يخون لأ مصدر ما قولي بدنا مفعول به نصح على الكلام ده ليس من مات فاستراح بميتين اه ادي ليس ومن ليس من ثانية بقى عاربانك ليس من ده اسم موصول بمعنى لازي ده مش من يلا ده مش ميمي ده ماما من وابنك من اسم موصول معنى لازي ليس من ليس اللازي ليس من مات بميت هكذا انما الميت ميت الاحياء ادي من اسم ليس واليصلة الموصول بتاعت من والخبر عندنا اخواننا بميت خبر مفرد ولا 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 ليس محمد بكسول ليس محمد بجهول ليس الطالب بكسول يبقى ده خبر ليس خبر ليس ليس وباء خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة المقدرة الخبر مفرد اعرب خبر ليس من بص يا اخوان ما جرون لفظا منصوب محلا اعرب ليس من ده مش من يبقى اسم وصول اسم ليس مات فاسترخ خلص زي الجملة بتاعت بتاعت الصلة انما كنت ليس من مات بميت ده خبر ليس ابويا خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة او خبر ليس ما جرون لفظا بالكسرة منصوب محلا يلا في اللي جابا يا عسل انت هو رقم كنا يا اخواننا معلمين طعم بنعلم عشان ننس ايه ما ننساش يعني خبر ليس ما جرون لفظا منصوب محلا قال تعالى ما من شفيع الا من بعد اذنباشة واحد اثنين ثلاثة ياما مبتدأ من من وهلال ازجادة من تزاب بعد النفي والاستفهام الغالب يا اخوانا واحد اثنين ثلاثة واحد ما ومن وناكنا مبتدأ ما من اله الا الله مبتدأ ياما هكذا يا استاذ وما من شفيعين او ما من شفيعين بهذا مبتدأ مش فاعل هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة وقت بيقول لي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة العب مبتدأ مجرون لفظا مرفوع استنى بقى مبتدأ مجرون محلا يلا هو على عين يا جدعان عين او يا عين او يا عين او بالزواغان والتوهان اوات تاه ما شافش ويا كافيب بيحسس لا جايب دي خد صفر ده مش قليب لك يا لا مبتدأ مجرون محلا مرفوع لفظة لا يصطح الصح ان دي هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عاوز تهدلها قل مبتدأ مجرون لفظا مرفوع محلا يا كابتنى وقلت لها يا زين ما من فجيعة عسر واحد اثنين ثلاثة ما من فجيعة ما من مصيبة ما من طالبة ما من كارثة واحد اثنين ثلاثة بيقول لي اسم مجرور بقول لي لعب مبتدأ مرفوع محلا مجرون لفظة صح بيلعبك مرة مبتدأ مجرون لفظة مرفوع محلا اشاء لي بالك تبعينك واستلاثك ده مش هينحمك هيزبطك بيقول لي خبر بقول لي لعب بقول لي فاعل اولو توب الى ربك يا رجل هذا مبتدأ مجرون لفظة مرفوع محلا او مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة قالت على والفجري حبيب قلبي ولا يالين ولا 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 عوز منه القسم القسم يعدق الوو دي حرف ايه غر مش لازم حرف غر سائد مش قلنا من ضمن ادوات القسم و حروف القسم والله بله واهلا والفجري ولايل عشر الوو دي حرف غر قسم وجر والفجر ده مقسم ب وليالينMC برضو مقسم بيهบاشنا هذا مقسم به مرفوع غلط يا ولا مقسم به مجرور مقسم به منصوب بتفتي يا لا مقسم به مجزوم انتهب وحش كده ركب الدرس اللي هو حرف قسم واللهي باللهي طاللهي والفجري والتيني والزيتوني يبقى على طول واو قسم يلا يبقى مقسم به مجرور كامل ياسا كامل قامل ده انت هتتروى لما تقول بس اصحى ما من غريب حاسب بيه ها حاسب بيه واحد اثنين ثلاثة يلا يبقى مبتلى زيادة من ماته تزد من بعد النفي والاستفام في برضو بعد النهي لا اماكن كثيرة بس ده المشروع ما من طالب ما من معلم ما من غريب مبتلى مبتلى مرفوع بالضمة المقدرة معاك صح يلا اسم مجرور صفر يلا مبتلى مرفوع بالضمة الظاهر اهو اهو هتزعل وربنا هتزعل يلا عيني ايا عيني ايا عينه وخلي بالك من مقدرة و الظاهرة حرف الجار الزياد مقدر يلا قولوا لي يا بشر خبر لمبتلى معصوف لا ياسا ليس الولده بالبيت ايوا ايوا لقى بكده ايوا الحنجلة دي حنجلني ياسا ليس تحقيق الامل ببعيد ادي بقى ودي بقى قولنا يا معلم متى تزاد البقى يا لا في خبر ليس تم هو جايب ليس نتفي بقى لو شرنا البقى والمعنى اختل تبقى اصليها شلته المعنى عادي بدي اسمها الزايدة نجر ليس الولد البيت بس ليس الولد البيت الله عرفه صحة دي اصلية لما شنها المعنى اختل ليس الولد البيت دي فدي جاره مجرور خبر شبه جملة هكده ليس الولد بالبيت ليس تحقيق الامل ببعيد اقدر اقولك ليس تحقيق الامل بعيدا ايه يبدي ازاي دي الخبر شبه جملة يا حجة الخبر مفرد اعاد تقولك وطنطن زي الارد قدامك في الحصة ولا حرفك جاره ازاي دي الخبر مفرد مش شبه جملة عشان ما يزعلش دي اصلية اصلية ليه اصلية انشلتها المعنى هين اصلية لها يبقى طبعا يخبرنا عندنا الخبر هنا شبه جملة يا حبيبي مفرد خبر ليس مصوب بالفتحة المقدرة ليس الطالب بالفصل خلي باقي يخبرنا هو دي اصلية شي للباقي ينفع ليس الطالب الفصل ايه ليس الطالب الفصل دي لا دي جاره مجرور ليس كاد ده ازاي ده يا معلله يبقى دي اصلي او ده ازاي دي ماشا انشلتها المعنى هينقص ويختل يبقى ده اصلي وده حرف جاره زايد يا معلله ايها المسالة انت يا دي اللي معدتلي دي سمعني لابي بكر ياصطنتوا هو مش دي اسماء خمسة يا لا اه ايه شرط الاسماء الخمسة ان تضاف الى غير ياء المتكلم وده بكر هو يا يبقى ينجرب الى دي كده اسماء خمسة اضيفت لغير ياء المتكلم اما لو ايه المتكلم ما تتقلي بتشلها وتموتها ياه المتكلم ابو اخي مش خمسة تكريمة ابي بكر دي اسمها خمسة لابي اللي لم حرف جر ابي اسمه ينجرب الياء وضيف لكلمة بكر الى اسمها الخمسة اب اخ حم فوزه تضيف لكل الضمائر ولكل الاسماء مع دي متكلم اما لابي كلمة ابو اخي مش خمسة موتتها المتكلم حضر ابي قل له فعل مرفوك بتضم المقدر ما حدش احسن منك سلمت على ابي ينجرب الكاسة المقدر شاهدت ابي منصوب الفتحة المقدرة انما سلمت على ابي بكرين على ابي محمد على ابيك على اخي تبقى خمسة قلنا كان دي خمسين مرة الاسماء والخمسة لا تتنى ولا تتنى ايها تواجمع ولا توقف ليا المتكلم صح الصحفيابطال الكلام دي ابي بكر دي مضافة فدي خمسة ابي يا متكلم مجرم اتريته كده بقت مفرة ده دي بقت خمسة يا رجالة بيقول لا اسم مجروب في الكاسر لا ابي بكر دي اسم Bew Increment 5 اضيفت الاسم بعدين اسم مجروب بالفتحة لا الصح اسم ينجرب الياء عشان دي اسماء خمسة يا ابطال وضيفت لي كلمة بكر ولاسم ينجرب الكاسر المقدر عشان دي ياء متكلم ايوم كلمة ابي واخري مش اسمها 5 يا رجالة دي مفردة ترفع بالضمة المقدرة كالسا مقدرة فتحة مقدرة اما ابو بكر ابي بكر ذو العلمي ذو العلمي ذالعلمي ابو اخو دي لخمسة يا ابطال 50 يا معين والمرء ليس بصادق ليس باب خبر ليس منصوب بالفتحة مقدرة يا رجالة ليس هو بصادقا خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة يا رجالاتنا كمل قال تعالى وما ربك بظلام ولا 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 ما اللي بتعمل العمل ليسه ما والباق ما والباق تبقى الباق زايدة هو كلمة ظلام خبر ما اللي بتعمل عمل ليسه منصوب بالفتحة المقدرة مش الظاهرة يا معلم طيب بقول لك اسم مجرور خبر ما بالفتحة بس خبر ما العاملة عامة ليسه منصوب لفظا مجرور محلا ازاي مجرود ده خبر بتعمل عمل ليسه يبقى الصحي يا اخوانه يكون عندنا لو صح يعني منصوب هكذا لفظة مجرود محل لا جمع غلط الصحي عندي اعرابين كل خبر ما منصوب بالفتحة المقدرة كل خبر ما مجرود لفظة منصوب محل مجرود لفظة منصوب محل هكذا يا اخوانه طبعا ده يا اخوانه عندنا مع كوكا يبقى ده عندي يا اخوانه خبر ما اللي بتعمل عمل ليسه خبر ما اللي بتعمل عمل ليسه منصوب بالفتحة المقدرة عاوز الارب التاني خبر ما هكذا اللي بتاعمل عمالي سماجرون لفظا بالكسرة منصوب محلا هكذا قال الشعر ورب فتن مبتنى مرفوع بتضم المقدرة خلص كيوش كده مش ربا بعدها مبتنى لستو بمنكر فضل الله ولا لستو التأس ما ليس يا ولا اصحى يا غالي اصحى يبدي خبر ليس يا معل منصوب بالفتحة المقدرة غني يما ليس وباق ليس وباق ليس وباق يبدي خبر ليس يا لا منصوب بالفتحة المقدرة ليس محمد بمنكر اي ليس محمد منكرا يبالا ده مفرد مش بهجوم لا تزعل ده خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة اسم ليس غلط يلا خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة جامد يلا خبر ليس منصوب بالفتحة الظاهرة ايه بعد يلا خبر ليس منصوب لفظا لا ده الصحيح من الاخر اربعة وخمسين مثال جميل جدا بقول لكم كل الخيارات صحيحة مع ده واحدة ليس بغريب ان يتحل طبعا ده عندنا يا اخوان نصوره من ضمن الصور قصها ليس التحلي بغريب ده مصدر مؤول شاقلي بالجملة اسم ليس مؤخر جاي مصدر مؤول ليس بغريب التحلي ليس بغريب الصدق يبدا اسم ليس مؤخر اه في انا البحر فجار زيت اه غريب ده خبر ليس مصدا بالفتح المقدر اه الخبر مفرد مش شابه جملة كل الاختيارات صحيح مع ده واحدة هل البحüzällen البحüzة اقدر قال ليس التحلي غريبا ان يتحلى مصدر مؤول في محل رافي اسم ليس اه في محل رافي اسم ليس ليس تحلي غريبا غريب ده خبر ليس مصدا بالفتح المقدر صح دي أبقى اللي غلط بقول الخبر شابه جملة اه يا باشك حرف الجاريز زادة خبرة مش شبه جملة بل مفرد هكذا فكل صحي معادة دي يا اخوان طبعا بديبقى اللي دي الاجابة الصح هو عايز الغلط يا اخوان فطبعا هنا الخبر قدام سيدتك مفرد قال ما مر من طيف الهوى بسمعي لو سمعته طبعا يا اخوان عندي ما مر من فطبعا بتقامين عندي يا اخوان زي ده فاكن لم قلنا واحد تين تلاتة ما مر من طيف ما حضر من طالب ما فهم من احد اشتب ما اشتب من اصلاها مرة طيف فاعل مرفوب تضم النقدر تبقى مين دي حرف جاري زيادة ابطال نجح الطلب عدى طالبين قلنا لو قلت عدى طالبا تبقى مفعول به عدى طالبين بتبقى عدى حرف جار وليه باسم مجرور يا اخوان النائن ده دي مش مفعول به عايز مفعول به مزنوء في المفعول به اهو طالبا كده اما النمت يا لأ تبقى طالبين كده يا معلم يبقى اسم مجرور عدى حرف جار مش مفعول به اسم مجروب بعدو عامة الجارة الكسرة الظاهرة صح مضاف إيه لا فاعل لا عدو خلب دم إعرابين مفعول بي اسم مجروب 57 نفس القصة كل الجمعة صحيحة مع عدو واحدة سنقوم حتى النفسي ولا اسم ينجر يسطى حتى نجيب عدها اسم تبه حرف جارة ذاكرته حتى التعبين سلامني حتى مطلعين بقول لك يا باشا الجمعة كلها صحي مع عدو واحدة حتى حرف جارة ما هي حرف جارة صح النفس اسم مجروب اه اسم مجروب صح حتى حرف جارة زائد لا هي دي المطلوبة دي بقى كله ده صح حتى بتجر الاسم اه بتجر الاسم الغاية بتجر الاسم ان كان للغاية يعني ذاكرته حتى الصباح لحد الصبح فكله هيسر حرف جارة اصلي بي اه بينفع اصلي بتجر انا مجرور حتى بتجر الاسم بتجر الاسم مش بتجر الفعل فالي بينجرش لكن مش حرف جارة يا اخواننا زائد دي الإجابة المطلوبة ليست حرف جر زي ما رأيته أخي منذ شهرين جر ومجرور على طول ان جاء بعدها اسم مجرور تب حرف جر موز أو منذ ان جاء بعدها اسم مجرور تب حرف جر واللي بعدها مجرور طب ان جاء بعدها جملة زرف واللي بعدها مضافرين يعني كلمة شهر دي اسم مجرور منذ حرف جر ان جاء بعدها اسم مجرور يبقى شهرين اسم مجرور بمنذ عالم تجار الكسر ما رأيته اخي منذ حضر من السفر شكرا بقى الظرف وتبقى دي جملة في محل جار المضافة دي موزو منذ يالا ان جاء بعدها اسمه مجرور تبقى جار ومجرور حرف جار ان جاء بعدها جملة تبقى ظرف فطبعا بتبقى لجابة عندنا يقبلنا هكذا حرف جار وظرف زمان مبنى عظام والله لا يفوزن محمد طبعا دي الو حرف قسم وجار بهذه السورة حبيب كان دا فضل الله حرف الجار الزايدة والاصلية الان نستعد الى كم بس لازل نخطع فاصل وراحة نلاحكيها شوية ونخش على كم بنوعيها حبيبنا وصلنا الان الى كم بنوعيها كم الاستفهامية وكم الخبرية قلنا الابنانا اثناء الشرح والتفصيد ان كم الاستفهامية لها طريقتين تميزها مفرد منصوب كم عالما كم طالبا لو سبق بحرف جر تبقى استفهامية والتمييز يجوز في سورطين اما النصب واما الجر ركز في كم ساعة او ساعة ساعة تمييز مجرور بالاضافة ساعة تمييز منصوب الفتحة على كم بلد او بلدا بكم جنيه او جنيه اما كم الخبرية اربع تمييزات مفرد مجرور بالاضافة كم طالبين كم عالمين كم استاذ او جمع كم معلمين كم اساتده او كم من قلنا كم الخبرية بفيديكاتر كم من من مش حرف جر زيادة لو جت من بعد كم تبقى خبرية كم من طالب كم من طلاب اول مثال بيقولك كم عالم عالم اعيت مزاهبه وجاهل جاهل تتلقاه مرزوقة يعني يا معلماء ومهملين ويا معجهلاء مسيطرين اينه كم اولا كم دي خبرية تميز ده مجرور مفرد مجرور بالاضافة ده كده مجرور الشكل ده كده خبرية لو قلت عالما كتب استفهمية فطبعا الاجابة خبرية والتميز فيها رجالة هكذا تميز مجرور بالاضافة مش بمن بالاضافة وعلمة الجر الكسر قال الشاعر كم وجوه جمع خبرية اي تميز جمع مجرور خبرية كم وجوه تميز مجرور بالاضافة وعلامة الجر الكسر خبرية خبرية تميزها مجرور بالاضافة كم قصة افادتني احداثها انتبع كده كم قصة اولا هي جاء مجرورها وانحنا قلنا لو قال لقصة تبقى استفهميه لكن مفرد مجرور كم طوارب كم معلم كم فئة كم قصة ده خبرية اعرف تميز مجرور بالاضافة وعلامة الجر الكسر مش بمن ده مش استفهمية فاذا ده خبرية هكذا اخوانا التمييز مفرد مجرور بالاضافة مش استفهميه ما ينفعش خبرية وتمييزها مفرد منصوب الخبرية مش منصوبة خالص الخبرية دايما كما قلنا عندنا جر اما بالاضافة او بمن يعني كم قصة او كم من قصة قال الشاعر كم من واثق خبرية تمييز مجرور بمن وعلامة الجر الكسر فدي خبرية اخوانا اذا خبرية تفيد الكسر تمييزها مجرور بمن وعلامة الجر الكسر كم كتابا استفهمية تقفى الف كرة بلا جدال استفهمية والتمييز مفرد منصوب بالفتحة دي تمييه اخوانا هذه عندك استفهمية قالي استفهمية تمييزها تمييز منصوب بالفتحة كتب استفهمية وتمييزها مفرد منصوب بالالف لا دي مين بالالف ده مفرد خبرية خطر استفهمية وتمييزها مفرد مجرور بضفلة هذا تمييز منصوب بالفتحة كم عالمين اه او دي خبرية اخوانا كم عالم خبرية اهي نايم هي الالف اهي مش الاف وقفة استفهمية لا دي خبرية تفيد الكترة بتعريب تمييز مجرور بسبب الاضافة اضافة كم اليه وعلامة الجرية الكسرة فيكون عندنا يا اخوان الاجابة والدمسيتة رقم دال خبرية والتمييز مفرد مجرور بالاضافة علامة الجرية الكسرة كم ملوك اي جمع خبرية ومجرور تمييز مجرور بالاضافة وعلامة الجر الكسرة دي خبرية خبرية الاجابة بهذه الصورة خبرية اعلم ملوك تمييز مجرور بالاضافة وعلامة الجر الكسرة من كم حذرت اولادي حذرت تحذير شديد جدا يارجلتنا يا اولادي يا حبيبي لو سبخت كم بحرف الجر فهي استفهامية استفهامية استفهمية يجوز فيما بعدها اعربة تمييز منصوب الفتحة او تمييز مجرور بالاضافة يا رجال او سبق كم بحرف مسجر يجوز فيما بعدها اعربة تمييز منصوب بالفتحة او تمييز ينجر بالاضافة فبيكون طبعا音 دي اخوان نفرض مجرور بالاضافة نعم طب استفهاميه وتمييزها مفرد منصوب الفتح لا مش جايب استفهاميه وتمييزها جامل لمفرد يباء ما جايبا السهوله ينفع فيها صورتين يا اخبانا ينفع منكم مشهدا كيسا ينفع دى صح او تمييز منصوب الفتح وينفع يا اخوانا من كام مشهد تمييز مجروم بالاضافة على معيتجار الكاسر ويقاب الصورة دي يباخذ اخوانا تمييز مفرد ما جربي الاضافها 800 استفهاميه سبق بحرف الجرع كم نالني منهم فضل هكذا اخواننا على عدم قلنا لو جي بعد كم فعل التمييز بيكون محزوف تقديره مرة كم مرات فدي خبرية زي كم تشتكي كم مرات تشتكي فلاني خبرية هكذا اخوان قدام ساعتك والتمييز محزوف تقديره مرة فاخواننا عندي دي خبرية بقول لي هنا خبرية والتمييز نالني استحالة بيجي التمييز فعلي معكم استفهاميه لا دا دي عندنا اخواننا خبرية خبرية والتمييز فضل لا الصح كم مرات فهذا تمييز مجرور بالاضافة على متجارة كسرة بس محزوف يبقى دي خبرية لو جاء بعدها فعل فالتمييز محزوف تقديره مرة كم من جنود دي خبرية عشان مجرور بمن لو جاء حرف الجر وراها من بقى دي خبرية تمييز مجرور بمن وعلمة الجر الكسرة فالاجابه طبعا دي التمييز خبرية بيقول لي هل هنا يخبرنا عندنا استفهاميه لا دي مش استفهاميه طب دي خبرية والتمييز محزوف لا دي خبرية بس التمييز موجود كلمة جنود بقى دي غلط طب استفهاميه والتمييز شرف لا ما ينفعش سيادتك دي عندنا خبرية كما ترونه والتمييز قدام ساعدتك موجود كلمة جنود كم من جنود كم مشروعا اقامته الدولة دي استفهاميه اي الفه فاستفهاميه تمييز منصوب بالفتحه فطبعا بقول لي خبرية بقول له اسف تم استفهاميه وتمييزها مفرد منصوب بالفتحه احسنت اجابه سليمه استفهاميه وتمييزها مفرد مجروب اضافه لا اه ده كده مش مجروب ده منصوب تمييز منصوب بالفتحه جملة واحده مما يلي اجتملت على كامل خبرية خليب دي قلتنا الجملة اخوانا جملة واحده بس هي اللي فيها كامل خبرية نمشو واحده واحده كام كتب طبعا اخوانا عندنا ما بش حاسمها كامل كتب فدي غلط ما عندش كامل كتب دي خالص التمييز بترفعش طيب على كامل دولة لا ده دي استفهاميه حرف الجر جاي قابله طب كام كتابا دي استفهاميه بدي بس الخبرية جمع دي اللي خبرية بس يا رجال ما عندش كامل كتب طب على كام دولة دي استفهاميه سبق بحرف جر باستفهاميه كام كتابا دي استفهاميه الف وافه يبقى الصح كام مشاريه ده تمييز بينجر بالاضافه وعلنت الجر الفتحه عشان ده ممنوع من الصرف كامل سباحا دوليا مشتركا في المسابق حد التمييز كام اولا دي استفهاميه والتمييز كامل السباحا اعرف تمييز مصروب الفتحه اي الف وافه استفهاميه بعده كام كنوز خبرية اي جمع وتمييز ينجر بالاضافه على الكسر دي قدام سيادتك اندي خبرية هكدا والتمييز بيكون اقبالنا عندنا مجروب بالاضافه على متجر الكسر كام من فيه مش فيه كام من يبقى خبرية شكرا تمييز ينجر بمن وعلنت الجر الكسر كام من دي عندك خبرية ايبقى طبعا خبرية وتمييزها مفرد مجروب بمن وعلنت الجر الكسر قال الشاعر يا اخبالنا وكم علمته شكرا جاب كام ورها فعل اي كام مرات كام مرات كام مرات يبقى التمييز محزوف هكذا دي خبرية والتمييز محزوف تقديره عندنا اخبالنا مرة قال تعالى وكم من ملك خبرية كام من حرف الجر نجيه بعدين بخبرية كام من ملك اعرف تمييز بين جر من وعلنت الجر الكسر فليان دي سيادتك مش استفهاميه مش تمييز اخبالنا مجروب بالاضافة ده بين خبرية وتمييزها مفرد مجروب بمن اجابة سليمة بعدو بكم درهاما طبعا اخبالنا درهاما ده تمييز منصوب بالفتحة والاستفهامية لو سبقك كان بحرف جر فالاجابة بقولي خبرية لا دي مش خبرية احبابي خالصي بستبد اول اتنين استفهامية وتمييزها مفرد منصوب بالفتحة نعم مفرد منصوب بالفتحة اجابة سليمة حبيبي بهذه السورة استفهمية وتميزها مفرد ينجر بالاضافة لا يا احبابي بهذه الصورة فهذا تمييز منصوبه علامة النصبي الفتحة قال الشعر وكم قائل خبرية ألف نايم يا اخوان دي مجرور بالاضافة دي خبرية على طول فلعن ده خبرية مفرد مجرور بحرف الجر منه أنا ما عندش منه مستبعدة دي مش استفهمية لكن دي خبرية مفرد بينجر بالاضافة وعلامة الجر الكسر كم عدو خبرية على طول وتميزها مفرد بينجر بالاضافة خبرية وتمييزها مفرد مجرور بمن؟ لا خبرية وتمييزها مفرد مجرور بالاضافة نعم استفهمية لا كم عالما دي استفهمية على طول يخوان وتميزها مفرد منصوب الفتحة استفهمية قال وكم من أب خبرية ومنجر بمن يا اخوان بمن؟ والتميز أب نوع كم خبرية والتميز أب كم تلميزاً ألف وقفة تبقى استفهمية حاول بقى كم الاستفهمية الخبرية يوز أختار من الصورة كم تلميزاً إجابة صح كم من تلميزاً إجابة صح ماينفعش بحرف الجر قبلها لا دي كده يخبرنا عندنا مش تامعة مش خبرية لكن دي خبرية التاميز ينجرب الإضافة عن تجارة كسرة أو ده بينجرب من الأولى والثانية كم فيهم لو تمنينا لو تملينا حياتهم من فارس المثال ده مهم جداً جداً ده مهم عشان مؤخر التاميز كم من فارس فيهم بص كم من فارس أو التاميز يا أخوان خلي بالك هؤلاء دي خبرية كم من فارس فيهم خلي بالك المثال دمهم جداً جداً خبرية يا أخوان ده جداً خبرية والتاميز يا أخوان كلمة فارس كم من ضد تضع كتابك عليها استفهمية عند بدء الجملة بحرف الجر أه لو جبت حرف الجر قبلها يجوز شكل على كم من ضدت على كم من ضدت لو حرف الجر جاء بليه يجوز إعرابين النصب 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 أو كما قلنا الجرها الإضافة فسياد تدخلي بالك يجوز هذه الإجابة صح على كم من ضدت إجابة صح وينفع على كم من ضدت تندلق لكن ينفع على كم من ضدت يبقى معنى كالإجابة الأولى والثالث خلي بالكم لو حرف الجر جاء بليه ينفع أختم من إعرابة 26 كم تشتكي شكرا خبرية والتمييز محزوف وجوبا تغلق مرة لو جيب بعدها فعل خبرية والتمييز هكذا عندنا يقبلنا محزوف كم شهيد ضحى عند تحويل كامل خبرية اللي استفهميه يوزك كم شهيدا مصد كم شهيدا ضحى بهذه الصورة ما ينفعش من كم شهيد دي خالص ولا ينفع كم من شهيد دي خبرية عاوز يا أخواننا حولي استفهميه تبقى الكلمة كم شهيدا بهذه الصورة كم مشروعات دي كده يا أخواننا عندنا خبرية حولي استفهميه قول كم مشروعا أي تحويل اللي كامل لي استفهميه كم مشروعا أقوى إجابة ده جمع خبرية حولي زي استفهميه هتمفرد منصب تبقى كم مشروعا هكذا يا أخواننا كم هكذا أخبر المصطفى المختار من رجلين و Parents عن السماء بما يلقى من غير كم أخبر المصطفى المختار من رجل بص انتبه كم من رجل كم من رجل أخبر المصطفى خلي بالكم мы كم من رجل هكذا أخبر المصطفى تبدي عندي ساتة خبرية بهذا الشكل كم اخبر المصطفى المختار من رجل هكذا يبقص الكلمة كم من رجل اخبر المصطفى يعني المصطفى اخبر كثيرا من الناس كم مشروع عند استفهمية حول الخبرية بقتر من صورة اقول كم مشروع او كم من مشروعين وينفع كم مشروعات عادي جدا بتنفع جمه كل ما سبق كثرة المشروعات باشي الكثرة وحط كلمة كم المشروعات اولى كم مشروعات كم مشروعين كم من مشروع كل دي اجابة صحي اخبرية كم شهداء ضحى نوع كم طبعا دي خبرية اما يجب بجمه خبرية اخبرى ماشي هكذا طبعا ده تميز بينجر بالاضافة على المتجر الفتحة عشان الشهداء دي ممنوع من الصرف الدرسة ان شاء الله بإذن عز وجل فدي خبرية اخبرى اي جمع خبرية كم شهداء وكم بغيض تردى من معايبي كم بغيض كده مجروع تبقى دي خبرية عضو اخبان دي طبعا تقول لي خبرية بس التمييز منصوب لا استفهامي دي مش استفهامي دي خبرية تميز مجروع بالاضافة على المتجار الكاسر كم بغيض هكذا كم مواقع حولها استفهامية تبقى كم موقعا اي تحويل الاستفهامية مفرد منصوب تبقى كم موقعا بهذه الصورة فين تكون يا اخبان دي بالضبط اجابة سليمة كم من اخي الليك دي خبرية طبعا كم من على طبق اعلم كم من اخ تمييز مجروع بمن وعلم تجار الكاسر دي اخ مش اسمها خمسة تمييز بينجرب من وعلم تجار الكاسر اخوانا الاجابة تمييز مجروع عن تجار الكاسر مقدرة لا تمييز مجروع بمن وعلم تجار الكاسر نعم علم تجار الكاسر الظاهر اي البدائل التالية تجتمع على كام استفهامية يعني احدد لمن اللي فيها كام استفهامية اي البدائل التالية تجتمع كام استفهامية كم كتابا دي استفهامية هكذا اخوانا ماشي اخوانا طيب كم عاليم دي خبرية كم من صدي خبرية كم من خبرية كم من خبرية بادي رجال صح دا استفهامية هو طب مش يحط علامة استفهام بعد كده لكن كم عاليم خبرية كم من صاحية خبرية كم من طبيب كم طالبا في الفصل استفهامية حط علامة الترقيم في بادي رجال عالمة الترقيم للسفهامية الخبرية واحد تحت النقطة علامة تعجب بيقول لك يا ماشي عندنا كم طالبات حققنا هكذا الدرجة النهائية طبعا بيسأل كم طالبات دي مجرورة تفيد الكثرة يعني طالبة كتير جدا جدا وارجو نعدد له في نموذة الاجابة ما بستفهمش اخوانا فدي عندي خبرية تفيد الكثرة كم طالبات يعني طالبة كتير جدا جدا حققهم الدرجة النهائية الى كم مدينة سافر دي كاستفهمية حرف الجارجة قبلها بحط دي رجالة بهذه السورة من صفات كم الاستفهمية طبعا يا اخوانا بتسأل عن عدد هكذا وعايزة جاوب طبعا كم طالبا حضر بسأل وعايزة جاوب بهذه السورة ايا اسد في جسمه وكم اسد مجرورة تفيد كم اسد نايمة اسد مش اسد اسد تبدي خبرية قارب تمييزي ينجرب الاضافة على المتجار الكثرة ده تمييز مجرور مرفوما لا ده تمييز مجرور بالاضافة طيب كم ضاحك خبرية كم ضاحك نايمة خبرية يا اخوانا يبني طبعا دي خبرية والتمييز قدام ستة فيها كلمة مين ضاحك طيب كم من تجارب دي خبرية بيّن نوع كم وحد التمييز دي خبرية كم منه والتمييز كلم التجارب خبرية عشان كم منه هكذا يا اخوانا والتمييز كلم التجارب جملة واحدة مما الي غير صحيح تلات جملة صح وجملة روح دي غلط كم لعبا في الفرق دي صح هكذا يا اخوانا من كم لعب دي صح من كم لعب دي صح ما ينفعش من كم لعب دي خالص دي غلط هو با عوز الغلط با اخوانا يبني فان دي الجملة اللي ما هي صحيحة ما ينفعش من كم لعب كم قصيدات قرأ دي خبرية علامة التأثر دي مهمة جدا عايز العلامة احطوان تتعجب دي رجالة كم اسمها علامة الترقيم مهمة جدا جدا لو حط العلامة كم قصيدات كتير جدا علامة التأثر جملة واحدة غير صحيح تلات جملة صح واحدة من الصح كم كتابا معك دي صح دي غلط دي المطلوبة bothersがioni غلط ما ينفعش قلي كم من كتابا ايها ايه كم من كتابا لا اياه كم من كتابا فعلا دي الجملة عندنا يا اخوانا اللي هي الغلط هو عايز الغلط لكن دي صح كم كتب تمشي عندك سبине كم من كتاب لكن ما ينفعش كم من كتابا اندي خالص كم شهيد مات ده كتير جدا جدا يبقى كثرة كم شهيد خبرية باخد علامة التعجب اللي علامة التأثير بهذه الصورة أحبابي وأبنائي بهذا الشكل كان دمعنا يخبرنا النحو على كم الخبرية وكم الاستفهمية الآن نستعدي إن شاء الله إلى نص متحرر على أدب المهاجر حبيبي الآن عندنا هذا النص المتحرر على أدب المهاجرين شعر بيتبع النزع الإنسانية لو أنت فاكر لما قلنا من ضمن سمات النزع الإنسانية نادوا بجعل الحب وسيلة إلى سلام دائم يشمل النفس والوجود أدب المهاجرين يقول إليا أبو ماضي بيتكلم عن الإنسان الغربي المتكبر لو أنت برضو فاكر لما راحوا هناك في أمريكا لم يستريه تفرق عن سوريا موجودة وفي تعالي وغرور من الإنسان الأوروبي ضد الإنسان الشرقي وإحنا بنارها نشرح نسي الطين والطين ده رمز الإنسان ساعة أنه طين نسي بتحب الغفلة خلاص ناسي مش تناسة تغافل عارف لا ده نسة الإنسان لما بيضغى ويتكبر بينسى نسي الطين ساعة أنه طين أنه طين حقيق فصالتيها وعربة بدأ يسو خلقه أي أن الإنسان لما نسي أصله أنه خلق من طين بدأ يفسد في الأرض وساء خلقه وكسى الخز جسمه فتباهى الخز الحرير يعني هذا الإنسان الذي صنع من طين لبس الحرير فلما لبس الحرير تعالى وافتخر هكذا وحوى المال كيسه هكذا فتمرد أي أن المال هذا قد ملأ كيسة يعني مع فلوس كتير كتن نتيجة لما أصبح معه المال تعالى واغتر وتمرد يا أخي نداء لأخيه في الإنسانية في استعطاف وتودد لا تمل بوجهك عني ما ضدرش والشكاكة لبقى تعاليل فما أنا فحمة ولا أنت فرقد لماذا تتعالى علي ولماذا تدير وجهك حين تراني أنا مش فحمة حقيرة ولا أنت فرقد كوكب لامعة طيب أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد فأنت أيها الإنسان لم تصنع الحرير ولكنه هبة ومنحة من الله وأنت كذاك لم تصنع ذلك اللؤلؤ الذي به تتزين أنت في البردة الموشاة مثلي في كساء الرديم تشقى وتسعد أنت لابس ثوب فخم وأنا لابس ثوب قديم أنا وإنت بنسعد وبنشقى يعني الدنيا عادي الغني بيسعد وبيشقى الفقير بيسعد وبرضو بيشقى أأمانية كلها من تراب وأمانيك أنت كلها من عزجد بلو فيه الأماني وحده أنت بتأمل وتسعد أنا كذلك أنت بتحزن وأنا أحزن كذلك أمنياتي ليست من تراب وأمنياتك ليست من عزجد أي من دهب وأمانية كلها للتلاشي كل الأمانها تروحها نموت وأمانيك للخلود المؤكد دا استفان في حيرة بقول له إيه دا هي الأماني بتاعتك أنت خالدة دائما والأماني بتاعتنا زائلة لا كلنا عندنا أماني هذه الأماني ستزول وتنتهي لا فهذه وتلك تأتي وتنضي الأمنيات بتاعتك وبتاعتك بتيجو وتمشي كذويها كغيرها وأي شيء يؤيد نفيه هو في شيء مؤبد في شيء خالد لا فأقول له إحنا زي بعض يعني طيب أنت مستيبش وجهك للنعمة أنت زي لما يجي لك خير بتضحك وفي حالة المصيبة يكمد لما يجي لك شرب بتددي وأنا زيك برضو أدموعي خل ودموعك شهد هل لما تعيت أنا بعيت خل وإنت شهد عسى مصفة وبكائي زل ونمحك سقدد هل لما أنا بعيت دا يبقى زل يعني نوع من الزل هكذا وإنت لما بتعيت سقدد وشرف البكاء واحد فنحن متساوونة في السعادة وفي الحزن في البكاء وفي الضحك النجوم التي تراها أراه حين تخفى وعندما تتوقد كلها النجوم واحدة بتبصلي يوليك للغني وللفقية لا يكن للخصام قلبك مأوى اوعد خلي قلبك دا مكان للخصام إن قلبي للحبيب أصبح مأوى إنما قلبنا كله حب للأحبة مر بسرعة كده نسي الطين دا رمز الإنسان لأن شعراء المهاجر بيميلوا إلى استخدام الرمز عشان يستنبطوا دلالات إنك انت من طين توضع وهذه استعارة الصرحية صور الإنسان كما قلنا بالطين أنه حقير فصالة تيهاً أي وعرباً أي أن هذا الإنسان ساء خلقه ملاحظة مهمة جداً ربط الأسباب بمسبباتها نسي الطين أنه طين لما نسي النتيجة حقير فصالة تيهاً العلاق نتيجة وكسل خزو الحالي جسمه إن نتيجة لما كسل خزو جسمه تباهى نتيجة وحاول مالو كيسا إن نتيجة تمرد يا أخي لا تمل دا نداء في تودد واستعطاف لا تمل كما قلنا فيه هكذا رجاء في تمني لا تمل رجاء بوجهك عن ليه أعلّل خلي بالكم أعلّي ماذا هنا العلاقة تعليل ما أنا فحمة ولا أنت فرقد دي تعليل خلي بالكم أنا فحمة تجبيه في معنى التحقير أنت فرقد شبه الغني بالنجم أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد فكلمة طبعاً تلبس وتتقلد إطناب بالتراضف المعنى واحد أنت في البردات الموشاة المزينة مثله في كساء الرديم تشقى وتسعى فيه طبعاً تباقات كلمة الرديم بمعنى القديم وكلمة الموشاة طبعاً الجديدة حيقاً قيمة وتشقى وتسعى الطباقة آمانية كلها من تراب ده استفهم في معنى الحير والدهشة وهذا تجبيه بيشبه الأمانية بالتراب أمانيك كلها من عزجة برضو استفهم للحير والدهشة هنشبه الأمانية بتاعت الغني المتكبر بالدهب طيب وأمانية كلها للتلاشي وأمانيك للخلود طبعاً كلمة التلاشي الفناء والزوال المضض فيها يا اخوانا عندي الخلود والبقاء طبق لا فهازي وتلك تأتي وتمضي هنا يا اخوانا استعرطين مجميتين خيال ممتد جاب صرطين لمشبه به صور الأماني بإنسان يأتي ومر بإنسان يمضي كذويه وأي شيء يؤيد يؤبد ما فيش حاجة تؤبد خالص أي شيء أبدي خالد هذا استفهم للنفذ للنفذ ينفي أن يكون في شيء خالد أو شيء أبدي أنت مثلي يا بشء لوجهك للنعمة وفي حالة المصيبة يكمد كلمة يبش يضحق ويكمد طبق أدموعي خل استفهم في معنى الدهشة والتعجق في تشبيه شبه الدم بالخل ودمعك شاد برضو استفهم نفس القصة وتشبيه شبه الدم بالشاد وبكاء الذل تشبيه بشبه البكاء بالذل ونوحك سؤدة شرف بشبه النوحة عندي بالسؤدة النجوم التي تراها أراها حين تخفى وعندما تتوقد لا يكن ده نهي 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 في معنى النصح كده والتحذير للخصام قلبك مأوى تشبيه بشبه القلب بالمأوى الحص المكان لبقى التعليل إن قلبي للحبيب أصبح معبد تشبيه بشبه قلبه بالمعبد الأسئلة معنى كلمة عربدة ساء الخلق يا دكتور أنا أسف اللفظ الإنسان العربيد فاسد الخلق إنما كلمة أفسد وضمر لك العربدة تصب السلوك للإفساد فكلمة عندي عربدة عربدة ساء الخلق قالوا إنت إنسان عفوا يعني ده إنسان عربيد يعني سلوكه مش هلوه الرديم يا أخواننا معنى القديم مضاد الثوب الرديم الجديد لكن طبعا يا أخواننا المتين مضاد الضعيف البالي الجديد البالي القديم عقسه الجديد فطبعا كلمة الرديم الرديم يعني يا أخواننا عندنا القديم المضاد الجديد ناسي يتوحي بالغفلة تبلغونا الغفلة مش التغافل أصوى ناسي تماما متكبر ما هو المغرور ربنا يعفو عنك بقى ما بيشوفش ناسي لكن في إنسان يعني أهو سنك ده متغافل سهل ييجي فيه سن مغرور غرور تام شايف قدامه وفيه إنسان ساعة نفسه تغره يعني سن سن كده أولده متغافل لكن ناسي الغفلة التام هكذا في الأبياد السابقة حرص الشارع على ربط الأسباب بمسببته النتيجة والتعليل أهو وحوى الماله كيسا لما حوى تمرد قلنا ربط السبب المسبب في التعليل أو النتيجة هكذا المغزى الضمني اللي أرغب في البيت الثالث البيت الثلاثة يا أخواننا هو طبعا عندنا يا أخواننا قصت كده أدل بالثلاثة يا أخي لا يتمل فما أنا فاهمه ولا أنت فرقا هو طبعا بيأكد يا أخوان هنا معنى ماذا معنى المساواة لا فرقة بين بني البشر في كل مكان وزمان هو ليه اعتمد كتير جدا عن الاستفهام إظهار الحيرة والدهشة ليؤكد أن التكبه طبعا ده استفهام ورده الدهشة والحيرة والتعجب ما أردش عندنا اللوم والتوبيخ أما بيسألوا الاستفهام ومحتار مندهش لموقف الإنسان كده ليه التكبه ليه التعليه فطبعا طرى عندنا حيرة ودهشة يا أخي ده نزعة إنسانية عشان بيكلم أخو في الإنسانية طب إيه الفرق بينه وبالنزعة الروحية النزعة الروحية ده التدين لاجوا بالشكوى إلى الله نالو هكذا لو فاكر أنت يا أخواننا عندنا نالو باللجوء إلى الله بالشكوى بالمحبة بالمودة بالتساوي الاجتماعي إلى غير هذا فطبعا عندي يا أخواننا هنا يا أخي هذي بنسمى النزعة الإنسانية اسمها أخوة في الإنسانية أما الجالب بقى الديني كالإيمان والتعلق بالله وعالم السماوات أدخل النزعة الروحية هو بيتعمد دايما لما يجيب أي حاجة تخص التدين يبقى نزعة الروحية أما بنده أخوة في الإنسانية أنت أخي في الإنسانية بعد المبدأ الأخلاقي الذي يريده الشعر من تلك القاسية مبدأ الحرية التعاون والمحبة المساواة مبدأ المساواة بين بني البشر لما أنت بص الأبيك كله بيقارن بينه وبين الغني مبدأ المساواة كلنا زي بعضهم فما أنت فحمة ولا أنا فرقة الطين والفحمة ده رمز اللي واخب باله من أدب المهاجب ده رمز بيرمز للإنسان المتعالي بالطين بيرمز لهو برضو بالفحمة بيرمز برضو بالفرقة للإنسان الغني تب ليه بيهتموا بالرمز اللي فاكت درسي يا أخوانا الرمز بيؤدي إلى السنباط دلالات ومعاني من القصيدة ونرجع نذاك الأدب المهاجر إيه نوع الصورة؟ إن قلبي أصبح معبت تشبيه طبعا بيؤكد معنى المحبة إن قلبي بقى معبت الأبياب بتأكد ملمح من ملامح التجديد في الفن الشعري دايما بقول لولادي اكتبوا العنالون وحفظوا اكتبوا العنالون وحفظوا الفن الشعري هنا استخدام اللغة الحية أولا استبطان النفس لا دا الموضوع اسمه التجديد في الموضوع الامتزاج بالطبيعة لا دا التجديد في الموضوع النزع الإنسانية دا الموضوع أو المضمون لكن اللغة الحية يا دا كاترة أهي دي يعني بنسميها الفن الشعري وسيأتيك أين كنت صدا حبي فتاة دي جمالة هو جلالة ناسب عريضة وده في كتاب الوزر إيه البيت اللي بنسبه؟ البيت طبعا أنت مثلي يا بش وجوك للنعم هو اللي جابه طبعا اللي يأكل للخصام قلبه كمأوى إن قلبي للحبيب أصبح صالة الكلمة إن قلبي للحبيب أصبح معبد هو دا يا أخوان وسيأتيك أين كنت صدا حبي إن قلبي للحبيب أصبح معبد بيكون السؤال عند دا قام داله طيب قال الشعر على ماذا تعالي يا صديقي أأنت البحر أم أنت الصخور ليه بتتكبر ليه بتتعالي توضع شوية طبعا إليا بماضي نفس القصة لما وازدنا إيه اللي وجدنا هل إليا بماضي بيؤكد على ضرورة احترام الشخص بينما الآخر بيؤكد على أهمية مراعاة مشاعر الفقراء هو إن الدعوة عندنا يقبلنا إلى المساواة هكذا في البتين إليا بيدعو للتميز لا كلا الشاعرين يدعو إلى نبز التكبر والتعصب للعرق أو اللون فلا فرق بين المياه البشر كلا الشاعرين بيؤكد يخبرنا أهمية القضاء على التعصب الكروي طبعا الاتنين بيدعو إلى نبز التكبر التعالي اللي فوق هنا مش بيكلم عن احترام الشخص بيدعو الاتنين بيدعو إلى المساواة إلى رفض التكبر والتعالي والغرور هكذا كان دا الفكرة اللي معنا يا إخواننا قادر النصوص المتحررة الطالب بيقى ركويس جدا بياخد الجو العام للأبيات وصلنا الآن يا إخواننا إلى درس القراءة أو جزئي القراءة عندي أخبرنا مقال قراءة متحرر نبدأ نستعدلي إن شاء الله حبيبي وصلنا الآن إلى القراءة المتحررة وبنأكد على أهمية القراءة نقرى كويس ونخلي بنا عشان دا موضوع مفاجئ لك دا بيتكلم عن أهمية المدرسة في تربية النشرة وإن أهمية المدرسة تكمن في ماذا؟ في تهيئة بيئة تواصل واجتماع يمكن لو نراحل بين الطلاب إن الطلبة بتقضي في المدرسة وقت أكثر من البيت فدي بيئة تواصل واجتماع بتنمي مهارات في الطلاب مهارات أخلاقية وسلوكية كما إن المدرسة بتعلم الطلاب الحوار حين يتحاور المؤلم مع الطلاب بتزرع فيهم ثقافة الاستماع والإنصاط يسمع المعلم حين ينصط الطالب إلى معلم أثناء الدرس حرصا على الفهم وتلقي المعلومة كما تسم في تعليم الطلاب مهارات تنظيم الوقت برضو لمنظم فوايد المدرسة وترتيبه فترى الطالب يحضر نفسه لعمل الواجب المطلوب واحرص على إنهاءه بالشكل الذي يمكنه من حصوله على الدرجة بنظم وقته بنظم عمله يقول هكذا يا أخوانا للحصول على درجة جيدة في الشهادة التي سيحصل عليه في نهاية السنة كما من فضل المدرسة برضو إنه بتعمل يا أخوانا كما أن الإعداد للامتحانات بتعلم الطلاب الاستعداد للمواجهة يعني ما هو الامتحان ده مشكلة حياتي إنت بتستعدني زي أي مشكلة هتقبلها بعد كده لمواجهة اختبارات الحياة والقدر على اكتيازها حين يكون الإنسان مستعد استعداد جيد كما تعلمه بأن الإخفاق الفشل في امتحان معين ليس نهاية المطاف بل قد يعوض الإنسان في إخفاقه بالنجاح في امتحانة أخرى دي بتعلمك كده الحقيقة ممكن لما تتخرج يحصل مشكلة تقع مرة هذه جدا جدا يا ما الحقيقة مليا بالإخفاقات فالمدرسة بتعلمك علم بتعلمك الاستماع بتعلمك الحوار بتعلمك ثقافة أخرى المواجهة حل الأزمات المشاكل يبقى المدرسة بالتواصل واجتماعها ولهذا ينبغي على الدولة أن تراعي المدارس رعاية صالحة كاف خاصة وذلك بالاهتمام بها من حيث تهيئة المكان المناسب لازم نهيئ مكان مناسب بالمدرسة القويس نوفر المدارس المدارسين الأكفاء لازم الدولة تهتم بالمدارس توفر المدارس أكفاء مش أكفاء الأكفاء كفيف أعمى أكفاء كفاء يخبرنا توفير المدارسين الأكفاء أصحاب الرسالة الذين يعتمد عليهم في تربية الأولاد وتشكل المدارس عنصرا مهمة في بناء الشخصية في المجتمعات المتعسرة المدرسة دي مهمة جدا جدا بتبني شخصية الإنسان فالمدارس حين تقوم بدورها اللي انشأت من أجله هتحقق الغاية اللي تهدف إليه وقد عرفت الناس المدارس الزمان وإلى عهد غير بعيد كانت تسمى الكتاتيب زمان كان فيه كتاب في القرية حيث كان الطالب يدرس فيها القراءة والكتاب وحفظ القرآن ثم توسعت المدارس وتنوعت العلوم اللي بتدرس فيها بها فدخل ابقى العلوم الرياضيات غيرها وأصبح للمدارس مباني منظمة وصفوف مرتبة بقولك كان فيه مدارس زمان متمثلة في الكتاب الأمر اقتلت دلوقتي إخواننا باتة برعا أبنية وصفوف وإن أهمية المدارس تأتي خليل دبهم جدا أهمية المدارسة تأتي من الأدوار الأدوار التي تؤديها بهذه الصورة يبقى أهمية المدارسة تبقى مهم إمتى لما تؤدي دور تبقى مدارسة لا تؤدي دور لا قيمة لها يأتي دور المدرسة حتما بعد الأسرة يبقى الأسرة بتكون رقم واحد حبيب فحينما تؤدي الأسرة الدور بتاعها في تربية النش يأتي دور المدرسة يعني الأول إخواننا الأسرة بعد كال مدرسة ويتكامل دور المدرسة مع الأسرة في تربية النش وتعليم وإن شعار وزارات التربية والتعليم في كثير من البلدان يلخص دور المدرسة فالمعلم هو المربي كما أنه في الوقت نفسه يعلم الطلاب العلوم المختلفة اللي بتفيدهم في حياتهم ماشي ومستقبلهم إلى جانب أن المعلم لدور أساسي في زرع القيم النبيلة والأخلاق الحاملة في نفسه الطلاب وإن كثير من المعلمين فهمين غلط يظنون أن واجبهم مقتصر على تعليم الطلاب بس ده جايب عليها سؤال دول المعلم مش يعلم العلم المعلم قد وعلم هكذا وهذا خطأ فرسالة المعلم هي أكبر من ذلك وكما عبر شوقي قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله الأسئلة الإخفاق معنى الفشل هكذا الفكرة الرئيسة في أول فكرة المدرسة بيئة التواصل واجتماعه لأن تنظيم الوقت فكرة جزئية الإخفاق فكرة جزئية لكنه بيكلم عن المدرسة بيئة التواصل واجتماعه علاقة فإنها تحقق الغاية في الفكرة عندنا فإنها تحق لا دي نتيجة عندنا هكذا من خلال القراءة الجيدة للموضوع نستطيع أن نستنتج فكرة خاطئة لها أدر إيه الفكرة الغلط إليا دي يا أخوانا إليا دور المعلم مقتصر على تعليم العلوم بس زي النهاردة للظروف اللي فيها المعلم بيعلم من مده ويمشي زمان للأمانة كالمعلم قدوة لأن خلاص بسبب اللغبطة اللي احنا فيها ومجريات العصر المعقدة المتناقرة بيدن العلم ويمشي لكن لا الصح إن المعلم ده لدون إيجابي دوره الغلطة دي غلطة دور المدهس مقتصر على تعليم العلوم دي غلط ده اسمه الفكرة الغلطة فين جبنا يا أخوانا هو قال كده قال لي أخوانا إرى كده وإن كثير من معلمين يظنون خطأ أن واجبهم مقتصر على تعليم الطلاب العلوم وهذا خطأ ليه المعلم قدوة الطالب بيتأثر بماذا بيتأثر بالمعلم يا أحبابي في وضع فاهمك للفقرة الثالثة تكتسب المدرسة الأهمية بتاعتها منه مما تقدمه مش البنية التحتية لا ما ياما مدارس أنا كلام عام ياما مدارس بالنية التحتية رهيبة بس مجدد قيم لكن دول المدارسة بلي بتؤديه حتى لو مدارسة على قد حالها فقيرة بس بتعلم طلاب فدور المدارسة مما تؤديه حدد الفكرة التي ليس ما يذكرها الفكرة لسبب المقال ده حقيقي يا أخوانا هو ضرورة إعداد المدارس بأحدث الوسائل التعليمية والموجبة لأحدث العصر هو طبعا هو تكلم عن دول المدارسة في بناء الشخص تكلم عن المرب والمعلم تكلم عن أخلاق هو ما تكلمش عندي يا أخوانا اللي تدورت إعداد المدارس إعدادا قويا طبعا النهاردة في مشكلة احنا بنتكلم انت بتقول المدارسة بتبني وتعلم ما البنية التحتية زير صفر في مدارسة عندنا فترتين في ناس بيتقعد على الأرض أنا كلامي عن في الجو ده صعب يكون بيتتواصل بيتإبداع بيتإنتاج اعمال المدارس فيها إمكانت عليها جدا نمو أتكلم عن دول المدارسة في بناء الفرض تكلم عن كلام ده دول المعلم قائل معلم بيقدم معلومة ولازم يكون قدوة التأكد على أهمية الأخلاق اللي بيتساعد على إبراز نواتج التعلم أكد على حسن هاتم الموضوع ما يؤكد على استفادة الطلاب من الإعداد للانتحانات في الحياة العامة هاتلي جملة ألهم إن أنا لما امتحني الطلبة بيتفدني في الحياة العامة بتخلييني أقدر أواجه العقابات والمشكلات ما هو الانتحان ده أزمة مشكلة أنا بذاكر ليه بيتخطاها برضو لما أكبر واتخرج في الحياة هواجه أزمات الإجابة هل يخبرنا خلي بالك الجملة اللي بيتناسب ده الطالب بيحضر نفسه لعمل الواجب ويحرص على إيناه بالشكل الذي يمكنه بتعلم الطلاب لاستعداد لمواجه اختبارات الحياة والخدرة على اكتيازها لان هذا الانتحان مشكلة قم للمعلم وفيه التبجيل أكاد المعلم أن يكون رسوله ايه معنى يخبرنا معنى أخبرنا هكذا المربي تقدير دور المعلم على كل المستويات لأنه يؤدي رسالة سامية طيب هي دي غلط ليه قم وقف للمعلم إذا رأيته احتراما وتبجير حلو قف للمعلم كلما رأيته في أي مكان لأنه أكبر منه قمرا أما تقرأ باه دي أشمل أولا كاد المعلم أن يكون رسوله فالشرح الأشمل تقدير دور المعلم على كل المستويات لأنه بيؤدي رسالة سامية تقارب رسالة الانبياء فده كلام جميل جدا جدا بس مش شامل البيت ده اللي شامل البيت فرع لما تختار يكون الاغتيال ده شامل لكل البيت المقال بيأكد على أهمية ماذا؟ على أهمية كل ما سبقه على أهمية دور المدرسة أهمية دور الأسرة دور المعلم في تكوين جيل أفضل المدرس تدور المدرسة هكذا الأسرة قصة الأيام الفصل الثامن فلا غرابة طبعا ده بتكلم عن عودة ابن خالت مين طوع حسين فلا غرابة في أن يقع هذا الخبر من نفس الصبي موقعا حسنا ولا غرابة في أن يقضي الصبي مساءه راضيا مبتهجا لا يفكر إلا في الغد إيه الخبر اللي جال له حد فاكر وصول ابن خالته كان الصبي ابن خالته يتشارع كان آخر كل صيف قل لو فاكر انت في الحزن والبكاء عشان كان بيت منعه من الصفر هكذا علامة تعهد الصبي قلنا نطا يتعاهد مع ابن خالته يروحوا الأظهر يتعلموا فيه الذهاب دي أظهر معا هكذا لطلبي العلم مش للزيارة أولياء إلا هو ليه الشاب الأزالي كان بيأجلهم الإجابة تبقى للقصة لأن الوقت لم يحن لي ذهابهما الرق الصبي ليلته وكان أرق ما له فيه استبطأ للصبح ولا استنكر للليل ولا بسبب الصبع أن يخبرنا فيه استبطأ للصبح ليه مستنى بكرة يجي عشان ابن خالته يشوفه جلس الصبي في درس الحديث مصارف عن الشيخ مع برش الشيخ سابه يعنعن اضطر الصبي أن يسمع الفقه ليه فاكر قلنا يا اخوانا الشيخ كان محاور مناظر نعم كان بيسألوا باستمرار الوادي الأزالي وصى عليه فطبع تبقى الأولى والتانية يا اخوانا عندنا إجابة سليم بسبب قدوم طاه سين ابن خالته لما جه كثر عليه العلم اه كثر عليه الهم لا الصح ذهب تانه العزلة وكثر عليه العلم عشان كده هتبقى الأولى والتانية صح ليه قلنا لما طاه ابن خالته جه خارج بها كتير جدا جدا لف الدنيا لما البس وفي نفس الوقت يا اخوانا كثر عليه العلم ليه اتعلم كتير فطبعا زهب تانه العزة وكثر عليه ألال أرجو من أحبابي الأسئلة بتاعت الاستنباط والفهم ذاكرها وارجع فيها ليه النموذك الآن وصلنا إلى التعبير حبيبي بفضل الله وصلنا إلى التعبير وأود التنبيه لأمر خطير يا أحبابي خلي بالكم أنا في كل حصة بنبيه على كده ممكن التعبير يجي مقالي اكتب لأن اللي احنا حاسينه وبرضو الله أعلم بين قسين أن الامتحان بيكون ورقي ينزل لك بوكلة تكتب وأن ذلك إن شاء الله هنزل لك ملزمة التعبير فيها موضوعات تتذكر كويس جدا خلي بالك الوقت إذا مشى على هذا النمط يبقى إحنا معنا محاضراتنا وأنا هنزل لك الملزمة فيها كل حاجة ومعاك الكتاب خلي بالك يا ابني تبقى اللي التعبير بقى زي تانية سنوية لما جاب الأدب مقاري وجاب التعبير استعدل ده واستعدل ده وأنا بكلم الناس اللي بتتابع الواجب بننبه على كده في الحصة الأساسية وفي الواجب ممكن التعبير يجي مقاري اكتب فيه ما لا يقلع عن عشرين سطر إلى خمسة وعشرين سطر في حدود مئتين وخمسين كلمة مراعيا علامات الترقيم ومراعيا ترابط الأفكار ومراعيا عندنا يا أخوانا الأخطاء النحو الإمنائية ورد جدا جدا يا ريت استعدوا لهذا احنا ما بلا أخبطش حد ما ينبرجلش حد بدل ما تفاجأ ان القرار يجي قبل امتحام بإزباع زي السالي فاتت يبرجل الدنيا هنزلك الملزمة إن شاء الله فيها موضوعات الطالب يذكرها إنما الحد اللحظة دي يا دكتور احنا ماشينا عن النمط اللي كان الإنسان اللي فاتت هولا دي علامات الترقيم والباقية لنا أن نستنتج يعكذا أن نستنتج من النتائج من هذه المقدمات أما يجيب جمع ويبدأ يفصل بحط رططين زي كما قلني بنية الإسلام على خمس طيب إيه النتائج؟ ما هو جمعه النتائج؟ إيه النتائج بها؟ إنه الأول حاجة بنقططين ما هو جمعه؟ وهو لك بأي النتائج اللي وصل لهم؟ إنه إذا كان كل إرادة هي إرادة تغيير إذن فليس السؤال هل الإرادة التي أعتقد أطلقت الشعب يوما تصاري هي إرادة تغيير أم إرادة شيء آخر؟ استفهام بيستفهم ده نرسق رأيس مرد التغيير عندنا بل السؤال هو ما دامت الإرادة التي أطلقت الشعب يوما تصاري هي بالضرورة إرادة عمل وتغيير لأن تعليم أدير على طول فاصلة منقوطة لأن التعليم فاصلة منقوطة لأن العمل هو معنى الإرادة كما قدمنا فما الذي نغيره؟ وما الهدفه؟ الذي من أجل تحقيقه نغيره؟ بدأ استفهام دور كده بقى على نقطتين واستفهام هاتبع رقم ألفية أحبابي كتير جدا من أولادنا بيسأله على السؤال ده مشهور قوي بجيب لك كلمة وعايز مرادفها أو معنى بس معنى برسم الهمزة يعني كلمة مرض ده هش تكتب كلمة ده إزاي؟ بمرضي بدايه ممكن تكتب بداؤه كده رحمة ديك صفر لا ده رسم الهمزة بدايه مكسور بدايه بجيب لك معنى كلمة بس بهمزة قال ألم 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 بمرضيه يا صحي بدايه يعني بلغ في مرض أصبني ماشي إن أنا آن مريض هكذا يا أخبان إن أنا آن معنى كلمة يا أخبان الآن الباكي في الأن أو الأن إلى بعيط من الأنين إن أنا آن هكذا آن هكذا يا أخبان آن أوانه لعب بالألفاظ وكلام فارغ المتنبع ده موفضية جنب الخيمة بيضرب الأبيات بيعجز الجماع الشعراء على مفضية بهذا البيت السخيف اللي كله عندي جناس وكله أخبطة بس اللي يهمني بمرضه وكلمة مريض المرض هو الدقل بمرضه بقى بدائه هو عايز معنى الكلمة باستبر اسم الهمزة ما ينفعش بدائه غلط الهمزة مكومة كسرة بتبع النبرة يا أحبابي ده اسم الهمزة وأنا قلت لك إن التعبير لو جيب النمط بتاع السالفات بايخ قوي يا رب أنا بحذرش يا رب بيجي موضوع أنا بقوش كده مكشوف وبتكسفش هحفظك الموضوع هحفظه لك كده ويهت ايه كان دعا بس موضوع بقى كثبه إنما الاخامة دي بايخة العام الماضي خرب الدنيا في التعبير 11 دركة فأما يجيز وقال زي كده ده اسم الهمزة ماش المرض ال دى أو ايه إيه إيه إن أم الأنن الأنن ده الأنيني البكاء اللي بيعيط فطبعا بكون دي الإجابة طبعا بدايه كده غفض الهمزة طبعا تبع النظرة بدائه وأن لأ عايز نمط من ضمن الاسئلة اللي جبناها اشرح مقولة ولكباش هات البيت المناسب لها واذا يبنقول لولادنا التعبير عاو السركيس الخلق في عالم النفس جمال يفني القبح الخلق زينة بيضيع القبح ما هو في ناس على الدحالة وناس متوسط الجمال بس اخلاقه عالية جدا جدا الكل يحبه ده بنسمي جمال الروح الخلق نظام يطارد الفوضى ما الخلق ماذا انت مؤدب ومكسوف والشاكي احمر لا الخلق جمال في كل شيء وانت ماشي في سيرك في مأكالك في مشربك في مكتبك اه الخلق جمال والعظم الحقيقية ان يستقر جواك انت السكينة واليقين انت متطمن ايمان ويقين بالله تخلي الشيطان ييأس من ان يقذف في قلبك الرعب وعفو المنكر ده بيتكلم عن الخلق والجمال ايه البيت المناسب لكل شيء زينة في الوراء جمال وزينة المرء تمام الادب الاخلام نعم هذا البيت مناسب قالك زينت الانسان في الخلق طيب واقبح شيء ان يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين واضيع يتكلم عن التواضع يتكلم عن التواضع مثلا هكذا هو شاهد نفسه رفيع وعند العالمين واضيع ممكن ما يكونش يخلق من التكبر او التعالي اصبر ففصد ده بيتكلم عن الصبر واذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو ده بيتكلم عن الصديق المنافق لكن ده بيتكلم عن ان زينت الانسان انما هي الخلق اقرأ ثم اجب كمل بالمعنى المناسب تذهب صديقتي مع طفليها ذي الثلاث سنوات الى السوبر ماركت فتبدأ رحلة رحلة الصراخ والعناد في كل شيء فحين يرى الحلوى والالعاب والمنتجات المختلفة يريد احضر كل شيء في سلة التسوق لما كن ماما راحة ايا الام راحة بطفل الزغير عيل بيشبط في اي حاجة يعني ملابس بها يعني ضجيج ازعرينة جوه الماركت انا عاوز ده يا ماما يعني ايه متعب طفل ويتكرر نفس الامر في متاج الملابس والالعاب ولدى الاقار وفي المطاعم العيل الصغير مزعج حتى اصبحت صديقتي تبتعد عن فكرة الخروج او التنزم ابنها مزعج كل ما يخرب بيه مزعج فقات والله من خارج جباء الى عالدى المؤرفة تجنبا لحالة العناد والصراخ التي يحدثها طفلها في كل مرة ونقط وقد عادوا للمنزل منهكين ها وينتهي الامر الى هلبة هنا او الوا مما قد يذكر وقد عادوا وينتهي الامر الى كذا ومن ثم وقد عادوا هو طبعا الكلمة يا اخواني عندي وينتهي الامر او لما يخرجوا برا صراخ وصويت وخبط ورأى وكلام مندى ومن ثم ينتهي الامر الى ماذا ينتهي الى يرجعوا متعبين منهكين من العيال ودوشة العيال بحط المعنى المناسب جرب كل الكلمة المعنى اللي ماشي معك اختاره ده الترتيب يعني حاجة برضو رخمة بس دي سهلة بيتكلم عن الدكتور احمد مستجير عالم عظيم لما يكلم عن شخصية بيشوف الشخصية تولدت امتى اول حاجة الميلاد اتعلمت واتخرجت سنة كان هل لها ابحاث علمية وعالمية ثم الوفاة هو طبعا لما جارت ابنها نبدأ كده البداكة كانت تالي بامان يعني ادي رقم خمسة هي الميلاد يعني لو هل تبتع ادي خمسة اتكلم عن ميلاد الدكتور احمد مستجير طبعا عام 34 لمحافظة الدقاهلية شمال مصر احد علماء مصر الافزاس لول عديد من الاكتشافات والانجازات العلمية اللي استحق عنه لقب ابو الهندسة ورسية يبادي اول حاجة الميلاد طيب حصل على باكاليديوس الزراعي ده الميلاد وده التعليم بادي رقم اربعة هكذا بهذه الصمة ادي اول حاجة ميلاده ودي تعليمه حصل احمد مستجير على باكاليديوس الزراع من جامعة القهرة سنة كذا ثم مجلس سيد في تربية الدواجل ثم ثم الى حد ما خد من انجلترا الدكتوراه هكذا يبا انا خدت بص يا باشا رقم اتنين والدكتور احمد له مؤلفات كثيرة جدا جدا في كذا وكذا وكذا رقم واحد يخبرنا بنكمل برضو انه من اهم الجواز اللي خدها كذا 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 ثم اتليه في رقم تأتي الوفاة ماشي يخبرنا فانت اخترب الحاجة اللي اول لخمسة انا بهزرش والله هكذا يخبرنا واخيرها عدها ثلاثة ده الترتيب الطبيعي في طلبة شطرة تقوم اول الموضوع واخر هو تولد فين ومت فين الحاجة اصمشي لغبط الطرفين دوله بالترتيب الصحية عن شكل هتلاقي سيادتك هكذا رقم جيم هي الصواب هنا بدأ بالميلاد هنا والانجازة بتاعته دريد ثم عندي الممات العمل يرفع قدر صاحبه ويعلم شأنه وما قيمة الانسان الا بما يقدم للبشرية من عمل النافع كل الانبياء اكلوا من عمل ايديهم انسان لا يعمل وهو قادر على العمل هو انسان لا يستحق لذا فالعمل شرف وعبادة تبا كلم عن العمل مش هولو زاكر يعني استحاله لا يبصع العمل هكذا شرف وعبادة التعبير الانساب تنصل من المسؤولي وهي التنصل في الاسقل جدا يتنصل من المسؤولي بيرمي على غيره ممكن في مشكلة في البيت هكذا يأتي الطرف مليش دعوة تمين يشيل هانت اي قضية فمعنى كلم التنصل من المسؤولي القى لو ما على غيره اي القى الحملاء على غيره لو حد طلب منك وقالك كده لا مجدة مع الكسل ما فيش مجد مع الكسل ولا كسل مع المجد ما اللي عنده طموح ما بيكسلش طب ايه الفكرة اللي بتناسب ده لا مجدة مع الكسل ولا كسل مع المجد طبعا اخوانا الفكرة الدائمة اللي دعم الكلمة دي اللي عمل الحر سر النجاح ولا كونوا اصحاب همم ما هو بينها او كونوا اصحاب همم ما هو لا مجدة مع الكسل ولا كسل مع المجد يبقى صاحب همم فطبعا كونوا اصحاب همم عالية طلب اليك الحديث عن التضحية والفداء من اجل الوطن انا من طلب مني اكلمة عن الوطن والتضحية أعملي هنا الفكرة الدائمة اللي اتأكد الموضوع نمازج من تضحيات الأبطال عرقة التاريخ وأصلته الرافض الثقافية المتنوعة اللي بيانهل منها الضميد المصري تفيني أقول أمهات لا طبعا لما نطلب مني أي موضوع بيكلم عن التضحية والفداء في الحال بجيب الأبطال بتوعنا إن كان بقى أبطال عندنا يخونا في الحروب في مقاومة أي شيء مش مزبوط فبجيبه صور الأبطال دي الرموز اللي يدعم الفكرة دي أجل بسلطة الأبطال اللي خلدهم التاريخ فليدعم فكرة التضحية والفداء يخبرنا عندنا إنما هو نمازج تقدم من هذه الأبطال كان حبيبي دا الواجب اللي معنا معلش يا حبيبي ربنا وفاقكم شدي حيلكم الله يبري فيكم ودائما بنصح بهذه النصيحة لإني مع الأيام الأخيرة بقى الطالب بيبدأ إيه إلى شوية لكن بفضل الله بتبريد فترة الصحوة لإنه خلاص يعني الدنيا خلاص رايحين إيه إلى النهاية لكن يستفيه وقت إن شاء الله نرتب حالنا اللي مأثر في حاجة بيخلصها وبالله عليك أي حد عنده محاضرة نقصة يخلصها قبل المراجعات لأن احنا بفضل الله عز وجل تبقى ليه في المنهك ثلاث حس بس ويتم تبدأ معك المراجعات فلو أنت مأثر في حاجة شدي حيلك بنأكد يوم الجمعة جاي إن شاء الله امتحال التجربة النهاردة يعني يوم السبت إن كاننا مبارح يعني منازل للشاب جدول إزاي أذاكر قيمة الامتحاب لملك كل الدنيا فربنا بدي فيكم شدي حيلكم عليش يا اخوانا والله الضغط علينا وعليكو على كل الدنيا حباجبي من قلبي أدعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق إن ربنا يفرحكم بإذن الله وتكون إنسان دي إن شاء الله إن شاء الله هي أحسن السنين وربنا بإذننا عز وجل ينول كل إنسان ما يتمنى مما كان علميا إن شاء الله بعد ثلث سمين أدعو الله لكم بالتوفيق تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته